اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونزلنا واحدة واحدة بالفرتبر الكولوم. ومن قدام الله ينور عليك كانت راسك كيج. واتفقنا كانت بتاعنا تمانين عظمة. الله يفتح عليك زي الفل. واتفقنا كده يا دختار افكرني كده العدد. قلنا كانت اتنين وعشرين عظمة. وهنزود عليها او اللي هما كانوا سبعة. فكانت تسعة وعشرين. لما جينا نتكلم عن فرتبر الكولوم قلنا ايه? ها? فكرني كده. او عند حضرتك. لان طبعا انتفقنا. الخامسة كانوا فيوزد. ويفاكر كوكي ايوة كوكيجيل او قلنا كوكيجيل او كوكيكس اللي هما كانوا اربعة فيوزد. فكانت بتاعي ستة وعشرين. طيب لما جينا الكلام في السراسة كيج قلت لك خلي بالك في النوتس بتاعتنا ان انا عندي كان واحدة من قدام اللي هي عظمة السدرة او بريست بول. وكان معاها كمان عند حضرتك الاربعة وعشرين دلع. فكانت توتل عندي خمسة وعشرين. هتقول لي ايه ده? طب والسراسة كفرتبرة اقول لك اوعى حاسب السراسة كفرتبرة محسوبة من ضمن العظم بتاع العمود الفقر. فستة وعشرين وخمسة وعشرين وتسعة وعشرين يبقى توتل كان تمانين. طب النهاردة بقى يا بطل حسة الابطال بقى النهاردة النهاردة هنقفل عظم كله. تعال نمشي كده مع بعض. النهاردة مع بعض احنا هنتكلم عليه على الابنديكلر. الايه? الابنديكلر. ايه الابنديكلر ده يا دكتور عند حركة الطرافي او الاطراف? تعالي بص كده على الاطرافك. ايه اطرافي بالنسبة لي? في ايد? في رجل? في مين? في شمال? يبقى احنا هنتكلم عن الابنديكلر سكيلتون. ان كان اللي هي تعتبر الاطراف العلوية او ان كان الاطراف السفلية. وما تنساش ان الاتنين دول متصلين بالاكزل سكيلتون. يعني انا الدراعي ده متصل ببقيت عندي العظم بتاع جسمي ازاي? من خلال حاجزات الكتف. عندي حاجزات الحوض اللي من خلالها متصل زي ما اتفقنا قبل كده عظمة ايه? الفغد. الفغد? اه الفغد ما تلاقش هناخد النهاردة الفغدة وهنتكلم فيها والدنيا تبقى زي الفل جدا مع بعض. طب بقول لك يا دكتور مينا تعال بقى نخش في الموضوع نخش في الموضوع. نبتدي واحدة واحدة قصتنا ونطلع عام محمدة بتاعنا بقى ايه? ونحكي الحكايات بتاعته. طيب احنا اتفقنا كالاتي القصة واحدة واحدة. تعال نطلع عام محمدة ونشوف اللي احنا عايزين نوصفه وعناوين الحصة بتاعت النهاردة. بص باقي سي. تعال اول نحط هلخزوق بتاعه? بص يا سي. احنا اتفقنا ان انا كان عندي اهو. اجزيل. 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 ثرواس الكيج. واجزيل من وراء. لفه كده. ايوة. لف مين? لفة حمادة ده. الفرتبر الكولوم بتاعه منين? من وراء. الله ينور عليك. طب هاتلي بقى الحاجات الايه? الطرفية الايه? يعني ايه طرفي? فكرني. حلوة قوي. حمادة اقول لهم باي باي كده? اهو. بص حمادة بيلوكوا باي باي اهو. اهو. حمادة. ده اسمه ايه? طب ده طرف. علوي ولا صفر لي? ابر ولا لور? طبعا ده الابر لامب عند حضرتك. ده الطرف بالنسبة لي يعتبر العلوي. طب الابر لامب ده عند ساعاتك. الاطراف دي متصلة ازاي ببقية العظم. شايف المنزر? في حاجة اسمها كتف. شولدر بونز او بكترال جردل زي ما نقول عليه حزام الكتف او نفهمه اكتر ما تقلقش واحدة واحدة. انا بس دلوقتي بفهمك انا هعمل ايه? جوه الحصة. لكن واحدة واحدة استرخي استمتع يا بطل ما تقلقش. يبقى القصة اهو. ادي الابر لامبس الطرف العلوي. وادي بتاعته زي ما احنا اتفقنا. طب تعال بصيلي من تحت. بصيلي من تحت. انزل بقى معايا معا زكعة بتقديم من تحت. ننزل كده تحت. ايوة. تحت الحد هنا بس. اه? ايوة. تعال بص على حمادة كده في الايه? في الحتة دي ما تلاقش هنحط لك شريطة سودة هنا. بص كده ادي الايه? اللور ايه? لمس يا بطل. ادي رجله اهو. زي ما انت شايف هو قعد اهي. طب رجله يمين وش مال دي بقى? متصلة بايه? متصل عندي بحاجة اسمها الحوض. اهي الفاخدة دي عندي ساعة مسكة اف شاف مين? في الحوض. على كده رجع ايد وراء. هل شو بس ايه? اف شوية. اهو. بص ادي عضمة الايه? الفاخدة اهي. عند حضرتك. بص المنظر ادي رجله اهي. شايف مسكة في مين? في الحوض عندي. يبقى ايدي القصة. ده اسمه الاطراف السفلية. وده اسمه البالفك بونز او البالفك جرد اللي هو عضم الحوض او حزام الحوض. يبقى ايدي القصة عند حضرتك. يبقى احنا نتكلم على ايه تاني? من فوق ابر لمز. معاها البكترول او الشولدر بونز. انزل معك لتحت عند حضرتك للعضمة الفاخدة او ان كانت الرجل اللي هو ومعاهم البلفيك بونز عند حضرتك. طيب. تعال برضو نشوف اكتر نتعلم اكتر ونفهم القصة واحدة واحدة. اهو زي ما انت شايف عند حضرتك. طبعا امليش دعوا خلاص بقى بالاجزة. القصة انتهت خلص عندي. اهو انا عندي بس اتقولها دكتور مينا في كلمة غريبة. ايه? فور. فور يعني علوي. فابتكرة فور فوق. فور فوق. طبعا يعني صباح الكيوتنس اللي احنا فيه دلوقتي. بس يعني افتكر الفي. فهي فور فوق. يبقى لما اجي اقول لك ابر ليمس طرف علوي. هي هي في الامتحان لو جات لك فور ليمس يعني فوق. حلوة قوي. طب هو اللي فوق ده افش ازاي? شايف المنزر? كتف. عظم الكتف. اللي هو او شولدر جيردل. ويبقى ده الجزء اللي بنقول عليه. ده الجزء العلوي من الاطراف عندي. طب استنى انزل بقى معي لتحت. انزل معك لتحت يا سلام انا خاف. يظهر مين? الاطراف السفلية. او عند حضرتك بالنسبة لي. دايما نفتكرها كده. يعني لتحت. عند حضرتك. ده لتحت بالنسبة لي. طب هو اللي تحت ده عند حضرتك. ماسك ازاي? طبعا ماسك في الحود. اهو بالنسبة لي فيظهر الجردل اللي هو الحود عن ساعتك. وده بنسميه اللور بارت. وخلي بالك عشان في حتة انا اراهنك اراهنك هتلبسها يا خزوك في الامتحانات بتاعتي. وهي في فرق بين ابر بارت ابر لمب. ابر لمب يعني بتكلم في زراع. خلي باكمل حتة دي طرف. لكن ابر انا بتكلم على كل حاجة فوق. يعني الدراع بمين? بكتف. خلي باكمل حتة دراع وكتف. ده لور بارت عند حضرتك. طيب هنشتغل ايه? فوق ولا تحت? انت نفسك فيه? انا عارف انت نفسك فيه. فاحنا عشان كده هناختار اللي فوق عشان ايه? شطانك ما يلعبكش من اول الحصة. خلي ربنا يكرم كده وتمشي يا بطل الحصة. طيب بص يا دكتر. الكسة بتبتدي. احنا هنحكي في ايه? هنتكلم في اللي فوق. الابر بارت عند حضرتك. حلوة اوي. في الابر بارت او الشولدربون عند حضرتك. عظام الكتف او حزام الكتف. هتفهم ليه حزام? لان هو محزم الجسم. عارف انت لما تيجي تلبس الحزام بيبقى ايه? لافف داير ما يدور حوالين ايه? جسمك عند حضرتك. وده اللي هنشوفه شوية عضل داير ما يدور حوالين الجسم عند حضرتك. طب كم مقدمة انت شوقة تاني. انا عايز افهم اكتر. هي القصة ايه? تعالا فهمك القصة واحدة واحدة. القصة بتقولك الآية يا دكتر. هو ايه فايدة اصلا الكتف. يعني الكتف دا مهمي ليه? تعالا مفكر فيها. الكتف دا هو يعتبر ايه? اداة الاتصال بين الازرع بتاعتك واطرافك مع الاجزة لسكيلتون. تعالا انا تخيل كده عند حضرتك. لو الكتف مش موجود. لو كتف اتخلع. اتقصر. حصل ايا كانت مشكلة في الكتف. هتعرف تحرك درعك بسهولة? مستحيل. يبقى الفكرة في كده. يبقى هنا النقطة. انه ابتدى قصته بيقولك ايه? the two upper limbs. الاطراف العلوية. اللي هو ايدك يعني. are attached to the vertebral column through the shoulder bones. من خلال عظم الكتف. هتقولي اتب استنى ما انا فاكر يا دكتور مينة الحصة اللي فاتت. ما انت قلت كده? ايوا فاكر كده يا شاطر? فاكر يا شاطورة. مش احنا قلنا ان ال vertebral الكولوم ازا ايه? من احنا قلنا كده. ايوا هو المحور الاساسي. طب هو المحور الاساسي ليه? فاكر انه ماسك متشعبط في من فوق. والثراس في منطقة السدر. ويمينو وشمالو? ايوا افتكر الكتاف اللي متصلة مين? بالابرلمس. هي دي. يبقى خلي بالك من الحتة دي قوي. ايوا اصحى. اني انا يعتبر اتو ابرلمس. الاطراف العلوية قدرت تتصل بالمين? بالمين اكسز. الحمل ايدك دي حملها على ايه? على العمود الفاكري. طب ازاي? ازاي حمل الاطراف بتاعك على العمود الفاكري من خلال الكتاف عند حضرتك. عشان كده دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. اهي. بص الفكرة عند حضرتك. اهو. الكتاف كانت حاجة مهمة جدا. حلقة اتصال بين زي ما انت شايف مع بقية الهيكل الايه? العظمي عند حضرتك. يبقى هي دي الفكرة بتاعتها عند حضرتك. اصحى. معك يعني اه مهم. فانت هنا بالنسبة لنا لما تيجي تتكلم عن ساعاتك يبقى القصة كانت كلقاتي. انا فهمت كويس قوي اني البكترال جردل اتقسم جزء علوي جزء صفلي. البكترال جردل عند حضرتك. انا اسف. الابنديكيلر سكيلتون عند رحك اتقسم لجزء علوي جزء صفلي. وكان الابنديكيلر عند حضرتك العلوي اول جزء فيه يعتبر البكترال مع الابر لمس عند حضرتك. طيب نكمل اكتر نكمل اكتر واحدة واحدة بيننسبيني. الحزام ده حزام الكتف عضم الكتف عددهم كامي. ما خلي بقى احنا خلصنا تمانين عضما. ده انا لسه فاضلي يا دكتور ميناء مية ستة وعشرين النهاردة النهاردة سبحان الله وما تقلقش سهلة جدا مية ستة عشرين عضما? اه في الاطراف. فدول جوم ازاي اتحسبوا ازاي بقى? قال لي بص يا سيدي نبتديها واحدة واحدة. الشولدر بونز عددهم اربعة. عددهم كام? اربعة. اتنين واتنين. اتنين يمين? واتنين ايه? شمال. مش السلام. اثبت. اهو بص كده. ادي عضما. ودي عضما تانية. ادي عضما. ودي عضما تانية. يبقى التوتل كام? اربع عضما. يبقى الكتف بالنسبالي اربع عضما عند حضرتك. ولكن لو ركزتها لقومي اتنين واتنين. خطي لي بالك من الحتة دي اتنين واتنين. اتنين يمين? اتنين شمال. اتنين الله ينور عليك كده. عشان كده خلي بالك. انا هتصدقى لك نوتة هي مهمة من الاول. النوت بتقولي عند ساعتك. بص كده. ان الشولدر بونز او البكتر الجرد العبارة عني اتنين في اتنين. اتنين يمين? واتنين شمال? ما هو ده الاطراف. طرف يمين وطرف الشمال. طرف ليفت وطرف رايت. فالتوتل يبقى كام عن ساعتك. طيب ايه اسماء العظم. ايه هما? قال لي بص يا سيد. لو جت بصت عند حضرتك ايا كانت خدت يمين او خدت شمال. ما مش فارق. انا مش فارق معايا خلص اي حاجة. ما كده كده. اللي هنا يمين زي اللي هنا شمال. اللي هنا شمال زي اللي هنا يمين. اتنين زي بعض. قال لي بص يا سيد. لقيت عظمتين. عظمة اسمها 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 ايه? مش اسكابولة. فاهم? عشان عارف ان انت ايه? هتبعي القلة في الاخر. اسكابولة. اسكابولة دي عظمة غريبة جدا وليها شكل مميز. وفي عظمة تانية اسمها كلافيكل. اسمها ايه? سمعني كده? كلافيكل. عظمتين. عظمة اسمها اسكابولة وعظمة اسمها كلافيكل. وخلي بالك دي الكلافيكل دي يا باشا يعني بص دي الحتة اللقبة. يا باشا دي عارف مين? دي البيوتي بون. يمكن البنات فاهمينها اكتر. ولو انت تودة هارسة وبص جايبها الشرقها بغربها ولسه جايلي مسحل وبتتفرج على الحصة التالتة. يا باشا دي عظمة الجمال في البنت. اللي هي العظمة دي عند حضرتك كده او بل عندك كده ايه? انا عارف ان انت دلوقتي ايه? فاهم بتفكر في حاجات تانية. لا اسحى كده وركز معاينا. دي اسمها البيوتي بون احنا عرفها او الكولر بون. فانا عندي عظمتين. يمين? مش ميه? حاجة اسمها سكابيلا. سكابيلا. مش اسكابولة الله يكرمك. وحاجة اسمها كلافيكال. ولما اقولك كلافيكال بص عايزك كده ايه? تحلم بكلمة كلافيكال. بيوتي بون. عظمة الجمال عند حضرتك. زي ما انت هتعرف بعد كده وريك صورة عن العظم ده. طيب. لما نيجي بص عايزك بقى ايه? انا علمتك حاجة الحصة اللي فاتت. فكرة. مش انا قلت لك في حاجة اسمها ميديل. وحاجة اسمها لاترال. صح كده? وحاجة اسمها انتيريور. حاجة اسمها بوستيريور. صح? واخدنا حاجة اسمها ذانترال. واخدنا حاجة اسمها دورسل. طب ما تطبق يا باش. طبق بقى الكلام. بصي لي كده عند حضرتك. واخد لي بلك من حاجة اني انا شايف العظمة دي. الكلافيكال. عظمة الجمال. جمال المرأة. هتبص عليه فين. من قدام ولا من وراها? فكر فيها. هي اكيد من قدام عمت. هي الفكرة بكيد. اهي? بص من قدام ايه. هي دي الفكرة. هي دي. بص من العظمة دي فين? قدام ولا وراها? اهو من قدام. العظمة دي عند حضرتك من قدام. يبقى انا عليها يبقى ايه دي ناحية البطن دي عند السدر يبقى قولي عليها يبقى خلي بالك شوف انا بعلمك هو من الاول وبفاهمك يبقى خلي بالك ان العظمة اللي انت هتوصفها قدام دي بعد كده من قدامي يعني دي تعتبر باطنية وممكن اقول عليها في بعض الكتب يكتبوا عنها انتيري حلوة قوي طب بص بقى على الاسكابولة بص على الاسكابولة يا احوية واخد لي بالك من حاجة مستخبية وراء الضروع يبقى دي كده ايه قدام ولا وراء قدام ولا وراء ها دي ايه دورسل يا مستر دي عند الضهر يبقى هي دي الفكرة يبقى شاف الكلام يبقى انا كده بتتفهم كلام ان انت خلقت حزام عبارة عظمتين قدام وعظمتين وراء داير ميدور قفلين هو ده الكتف عشي كاسمه حزام الكتف لانك لو جمعت الاربعة هيعمل لك زي دايرة زي ما نشوف قدام اتنين من قدام ناحية البطن واتنين من وراء ناحية الضهر فقفلوا بالمنظر ده واخدين حمل الازرع بتاعتك على العمود الفقري عندي يبقى الفكرة في كده يبقى تاني واحدة واحدة مع بعض من الاول تاتا تاتا تفتكر معي كده سراعا كده دكتور مينا فكرني حوصلنا حد فيه انا احنا اتكلمنا على الابنديكلر اللي احنا بنتكلم على الابنديكلر اتكلمنا على فوق ولا تحت اللي احنا اتكلمنا على الابنديكلر طب ايه في الابنديكلر ها؟ الكتاف وقلتلي الكتاف ده ليه معنى بالعربة انا عايز افهم اسمه حزام الكتف ليه يتقال عليه حزام حزام يعني ده ميدور يعني قدامه وورا يعني ناحية البطن وناحية الظهر قلتلي اه ما انا فاهم هم اربع عظمات. اتنين يمين من شمال. اسمهم ايه؟ اسكابيلا كلافيكل. الكلافيكل البيوتي بون. بيوتي بون عظمة الجمال. والجمال ده زي ما قلت لك نشوفه ازاي نشوفه من قدام ولا من واره؟ من قدام. الجمال من قدام. يبقى كلافيكل قدام اهي عند حضرتك. ده تبقى كلافيكل زي ما قوليك وهنمسك العظم عبعد ونشوف عند حضرتك. ده من ورا دورسل عنده الضهر ده يبقى ايه الله يفتح عليك هو ده عند حضرتك يبقى انا عندي عضمتين من ورا وعضمتين من قدام يقفلوا على بعض يعملوا الحزام بتاعي اهو يبقى انا لو بصيت عندي اهو كده تاني كده اهو من الاول اهو دورسل عند الضهر اهو مات ومن قدام اهو زي ما انت شايف كده هنا وهنا همت دول الايه اللي عند ناحية البطن عندي ساعتك بالنسبة لي هي دي الفكرة وهو انا كتبهاي لك ان انا عندي عضمتين انا نحكي عنه اللي سكابي لاقيه دورسل عنده حضرت طب والله دكتور مين انت شوقتين اتعرف على المؤكد طب متورهم لي برضو على حمادة بقولك ايه متورها لي حقيقة مش انت عندك جسة وعملت حور علينا من الحصة لفاتل ما نشوفهم تعال يا باشا نشوفهم مثلا ما احنا هنخاف يلا بينا نجيب الاول حمادة ناخده عن الريق ونفهم واحدة واحدة ونعمل الزوم الصح وبعد كده ايه نكمل قصة هات يا عم حمادة ادي حمادة اهو هنخاف اهو يا باشا ادي حمادة خدني عن الريق خدني عن الريق بس كده دكتورة اهو شايف اللي عاملة زي حرف الفي دي اهي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت عندك حق اهي دي مين اللي انا بشاور عليها اهي هي دي عظمة الجمال بص ايه والجمال من اين جمال الست من قدام ولا من ورا من قدام احنا قلنا اهو بص انت شايف حمادة من قدام ولا من ورا من قدام اهو عند بطن اهو عند حركة يعني انا شايف ان دول دول من قدام دي حقيقة ادي ودي والاتنين فين قدام ولا ورا قدام طب استنى فين الاسكابيلا لأ انا مش شايفة هنا ليه مش شايفة هنا بوضوح لانها قعدة فين قعدة ورا ورا مين يا مستر ورا الثراث الكيش بص 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 الحلوة بص الجمال اهو ايه دول هما دول اسكابولة اهو ده الاسكابولة يا اخوة اهو الاسكابيلا اهيه شايف اهو قعدة من ورا اهي فانت كده عامل حزان رابط من قدام بورا وورا بقدام فانت قافلهم على بعض فانت مدي سابات للكتف هيدي الفكرة بتاعتها يبقى القصة في كده يبقى القصة عند حركة اهو تاني انا شايف كده ايه ها دورسل ولا فانترل ضهر ولا قدام ده ايه ده دورسل اهو ورا ده دورسل طب بص كده ده كده ايه ها فانترل بص مين فانترل يبقى خلي بالك عشان الاسئلة بقى كده اللي فيها افكار لما جيب لك حمادة دفن اللي متحم بقى بجد قدام ولا ورا مين ولا شمالها بقى انا راجل فاهم ميستر انا لو شفت الكلافكال كلها يبقى ده لازم يكون فانترل طب لو شفت اللي سكابيلة كلها يبقى ده كده ايه دورسل الله ينور عليه طب لما تجمع الاربعة مع بعض يبقى انت بقى عندك حزام كتف وهو ده اللي ماسك في مين الابر لمس بتاعتك الله ينور عليه طب برضو عايزة شوفها حقيقة اديني التخيل عايزة شوف المنظر اللي انت بتحكي عليه يا باشا يا سلام عناية نقعد بس حمادة شوية يريح اهو يا دكتور ايه ده 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 اهي هي دي اه دي الاسكابيل اهي حقيقة وهنشوفها هنشرحها دلوقت بص دي مين ودي الكلافكال اللي الله ينور عليك صح كده اهو بص المنظر فيهم عاملين كده واحد ورا واحد ايه لقدام اهو يعني بص كده كأني مثل اهو تعالنا نتخيلها اهي كده كده انت شايف مين مين واضح مين قدام الكاميرا اهو يبقى انت كده بصص واره طب انا لو عكست مين بقى قدام ده الكلافكال يبقى انت بصص كده قدام هي الفكر حسب هي الصورة بقى هجيلك كده بجد في الامتحان اكس ري مثلا او يرسمها لك شوف مين قدام ومين ورا فتعرف مين شميل ولا من يمي فانا لو لقيت زي الكلافكال قدام يبقى طب لو لقيت الاسكابيلا هي اللي زهرة يبقى ده ده ايه دورسل ضهر تاني لو لقيت الاسكابيلا كلها زهرة اسكابيلا دي واره يبقى دورسل ضهر طب لو لقيت الكلافكال زهرة كلها يبقى ده كده ايه طب تعال نكمل كلامنا اكتر ونفهم بقى الحلو ده ده احنا عايزين نفهمه اكتر واحدة وعايزك تستشفى منه كل حاجة انا عايزك رجل بتفهم احنا بنحفز مع بعض بس انت تكون معاكل معلومة بوس يا سين الاسكابيلا في اسم الاول ما اتقال عليها غريبة واسمه شولدر بلايد نصل الكتف نصل الكتف اه الاسكابيلا يا اسمه مشهور اسمه شولدر بلايد بلايد يعني ايه يا مستر عارف بلايد ده بتاع ايه ده سكين يعني حاجة حامي اه لانك لما تيجي تبص عليه بص المنظر هتلاقيه رفنع العضمة دي الفيعة قوي عريضة اه ومفلطحة بس الفيعة شبه حز السكينة نصل السكينة عند حضرتك عند ساعتك يعني ممكن تعور اه ممكن تعور على فكرة اهي شايف نصل السكينة شبه حز السكينة او طرف السكينة يبقى الفكرة في كده يبقى كبداية تعارف الاسم اللاتيني بتاعها سكابيلا وبين ده اللاح نقولها يا اسكابيلا زي ما اتفقنا بس الاسم المتدارك بتاعها ايه شولدر بلايد يعني نصل الكتف عامل زي السكينة حلو قوي طب الشولدر بلايد او الاسكابيلا او ده لحز كابيلا زي ما كنا بنضحك مع بعض فين هل هي دورسل عند الظهر ولا هي عند البطل فكر كده معاي بص كده البطل ده ما احنا قلنا النهار ده حسط ابطال بس المرة ده ايه يعني احنا ما كانش ينفع نجيب ايه صورة غير البطل ده البطل ده انت بصص له منين بصص عليه من قدام 1400 ده عدمة الظهر دو موجودة في الظهر ده هي باعي اقولك الفجرة دا هي اللي بترسم السبعية بتاعت الظهر هي دي العدمة اللي بترسم السبعية بتاعت عضلة الظهر هي فكلين هي اللي عليها عضلة الظهر يبقى الفكرة في كده انك لما تيجي ببص قالك ايه بقى ان انت العظمة دي لازم تبقى موجودة فين ها دورسلي صح برافو اهي طب استنى ليها شكل مميز بص كده تحس انها شبه لايه ايه ايوه ها تريانجل برافو شبه لتريانجل فعلا عاملة زي الايه المثلث عندي صح كده شبه لايه المثلث عند حضرتك لو ركزت كده في الحتة دي ها هتلاقي دايما ليها ايه طرف مدبب واعدة عريضة صح ولا انا غلطان اه اهو شايف فيه اعدة عريضة وطرف مدبب يعني مسلث طب وريني اكتر اهي بص المنظر الصورة السري دايمينشان بتاعها بص كده اهو شايف ايه شايف تريانجلر ايه بون يبقى دي النقطة التانية يبقى انا عايزك بص تطلع استنتجات يبقى الاسكابولة بتاعتنا الاسكابولة بتاعتنا عند حريطات هي عاملة زي المثلث بس المثلث ده ليه قدام هليه عند حضرتك طلع كده في صدرك من قدام هتلاقيه فين وراء دورسل عند الظهر فهلاقيها دورسلي عند الظهر عند ساعتك ودي عضمة ايه تريانجل ولما اقول تريانجل يعني ايه مسلث اهو عامل كده ليه دايما برود اند وليه دايما بوينتد اند ده الطبيعي ده ايه مسلث السؤال بقى هنا فين البرود وفين البوينتد بصيلي هنا كده عالصورة دي لحظة كده اهي بص الصورة دي هتلاقيه بص المثلث عامل كده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الاند ايه برود والاوتر زي كده الراجل ده بص عامل ازاي مسلس ايده عاملة مسلس يعني بص هو عامل ازاي هديك تخيل ليه اهو عامل ايه عامل كده عند ساعتك بص المنظر اهو الاوتر هنا يعتبر ايه بالنسبالي والاند ايه برود اهو نفس الكلام ايه عند ساعتك اهو لما اجا بص بالنسبالي على الكتف بتاع امس اهو بص الفكرة اهو شايف ايه عند حضرتك بص كده معايا الاينار اينار لجوة جوة يعني جوة الخط النص الخط بتاع النص الميديل جوة الجسم الاعدل ايه العريضة برا الجسم الاعدل ايه المدببة او الطرف الايه المدببة يبقى هي دي الفكرة طب مش متخيلها يا باش انا هتخيلها بكل الاوضاع تعال نجيب حمادة نتفرج برضو عليه نقول رأيه اهو هات حمادة من وره اهو من وره بصيلي كده يا دكترة اهو اسكابل اسكابولة بتاعتنا قلنا تريانجل اهو مسلس قلنا موجودة وره دورسل بص بقى الحتة دي الاينار اهو اللي داخل لجوة الجسم هو الايه ايوا البرود البرود طب والاوطر البوينتد عند حضرتك الاوطر يعتبر بوينتد يبقى الانر برود والاوطر بوينتد يبقى دي اول تفصيلة عندي مهمة اهو اني بيقولي عند حضرتك بالنسبة لي زا اينر اند اس برود والاوطر ايز ايه بوينتد عندي اهو يبقى دي كده اول معلومة عرفناها عن السكابولة عند حضرتك يبقى تاني يبقى سريعا اتفقنا على ايه يبقى اتفقنا سريعا ان الحزام بتاعك اربع عضمات اتنين واتنين دورسل من قدام جمال المرأة من قدام من وراء سكابولة بتاعتنا الاسكابولة زا ما اتفقنا عليها الاسكابولة دايما بيكون ايه ها ترانجلر بون ودايما دورسلي والاعدة بتاعتها العريضة فين لجوه اينر والاعدة المدببة اوتر بوينتد عندي وطبعا خدنا كلمة الشولدر ايه بليد عند حركة طيب نكمل كلامنا اكتر واخد لي بقى بالك من حاجة ان طالع منها بروسسة زيادات اه لو ركزت في الصورة سريعا دايما انشان اواليك حتى الصورة الحقيقية شايف فيه زيادات شايف الحتة دي فيه حتة زيادة فيه طالع لك زي زعنفة كده في حتة من جناحة من اهيه بوس منظر اهيه حتة زيادة بروسس دي ايه فيديتها ايه قصتها البروسس دي عند حضرتك بوس بقى سين وتعالى فاهمك ده ده المكان اللي هيتشبط فيه الكلافكة اه طب ما نقلت لك هو حزام هو متقفل هيدي اللقط هو قافل داير ما يدور محجم الجسم عند حضرتك عامل حزام فلازم اللي ورا ماسك في اللي قدام فهيدي الفكرة فالقصة في كده انك لما تيجي بص عندك ايه 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 دي الاسكابيلة بتاعت اهي واخد لي بالك شايف ايه في بروسس ايوه شايف فيه نتوء في زيادة الله ينور عليك فيه حتة زيادة عند حضرتك واخد لي بالك منها طب هي زيادة دي شايف مجنحة صح? انت ليه بتقول كلمة مجنحة? اقول لك ركز بقى معي في الحتة دي وفنن معي ادي البيوتي بون اللي احنا قفشناها اللي موجودة صح? حلو بص الاسكابيلة اهي ادي الاسكابيلة ايه شايف? واخد لي بالك البروسس بتاعتي فين? ميديل ولا لاترال عالجنب ها? ميديل ولا لاترال البروسس دي? فكر فيها كده? كلام ده قلناها الحصة اللي فاتت بص كده معي هلايها ايه? ناحية خط النص? ولا على الاطراف? يبقى لاترال يبقى البروسس اللاترال دي فايدتها ايه بقى? ان هي عالجناب افشة في مين? محجمة في مين? رابطة في مين? الله ينور عليك في مين? في الكلافكال عندها رجل مسكة يبقى هي دي اللقطة يبقى بص بقى اللقطة اهي ان انا عندي هي شايف المنظر? ادي مين? الاسكابيلة وادي البروسس اللي عالجنب عالجنب ايه? متطرفة عشان تلقط مين عالجنب برضو? ايوة الكلافكال بالمنظر ده كده بالشكل ده عند حضرتك يبقى شايف المنظر? يبقى الفكرة في كده يبقى دي نقطة الالتقاء. اني عالطرف هنا عالجنب انا بقابل الكلافكال اللي قدام بالاسكابيلة اللي ايه? اللي ورا عند حضرتك اهو. بص كده المنظر? بص كده معي اهو. شايف المنظر? ادي ايه? البروسس هاي? البروسس فين? مدى خطي الميديا. هل هي في النص? هي ايه? الاترال. ايه? هي عالجنب. طب البروسس دي? اللي طلع من عند الاسكابيلة. طلع تشبط في مين? تمسك في مين? ايوة بص بالمنظر? بص الحلاوة. طلع تمسك في مين? مين ده? ايوة. الله يفتح عليك. الكلافكال. فالاس اللي ورا مسكة في السي اللي قدام. ايه? اس اللي ورا اه? افتكر. الاسكابيلة اللي ورا مسكة في الكلافكال اللي قدام على الجنب. ما هو واحد قدام واحد ورا. فيتقابله فين على الطرف? يبقى الفكرة في كده. ان البروسس بتاعتي الاس اللي وراه. عند حضرت. قابلت السي الكلافكال السي اللي قدام. يبقى يدي الفكرة عند حضرت. يبقى خلي بالك متريكا دي عند ساعتك. يبقى يدي النقطة رقم اتنين. ان النقطة رقم اتنين تقول لك ايه? ان انا عندي الاسكابيلة عندها طرف زيادة. جانبي. يبقى الفكرة في كده. يعني غير الاسكابيلة غير الاسكابيلة عندها يبقى بروسس على الجنب متشعبط فيها الكلافكال من قدام. يبقى الفكرة في كده. يبقى الاس اللي وراه مسكه السي اللي قدام عالجنب. الاسكابيلة اللي وراه بتقابل الكلافكال اللي قدام على الاطراف عندها. يبقى دي الصفة او النقطة رقم كم? اتنين في الكلافكال. سوري في الاسكابيلة. طب النقطة رقم تلاتة. تلاتة هو لسه في نقطة تانية? اه. فين كلمة مفصل الكتف? مش بنسمع ان الحاجة اسمها الكتف. اتخلع. وهو وريك صورة ليه في فيديو ليه. كتف اتخلع. بنسمع عنا صح? اه بنسمع عنا. ممكن وانت بتتمرن. اتمردت تبريده غلط تسمع طقطقة. ويقولك ده الكتف ده حصل فيه تمازج اتخلع. هو ايه كصة الكتف الاتخلع دي بقى? ويه الحكاية? ده فيه كصة بقى اسمحها مهمة قوي. ايه هي? مش دي الاسكابيلة? عمر يكاب سريع? ها? سمع معايا الاسكابيلة. ها? ترانجلر? بون. اسكابيلة? اينر? برود. اوتر? بوينت. اسكابيلة? هاز اه? بروسس. اتاتش تو? ها? الله نوع كلافيكال. لا ترلي. اسكابيلة هاز اه? جلينايد كافيتي. نعم. جلينايد كافيتي? اه. تكويف كتف. بس احنا ما بنقولش عايه تكويف. وما نقول عليه. شالو دي برشا. بس انت لما تجيب ببص عليه. فين يا مستر التكويف? انا مش شايف تكويف. ايه ما هو عامل كأنه حفرة رفيعة. حفرة خفيفة. عشان كده سهل يتخلع. سهل يتفك من مكانه. طب اديني تخيل? مش متخيلة. ادي الدراع يا باشر. اهو. حدس ولا حرك. ادي الدراع بس كده عليه. اه ايه ده? ده ايه الحلوة دي? بس. ادي يا باشر كدف. طب هو ليه? الحفرة اللي هنا خفيفة. عشان تديك حرية. ارتكوليشن بوايد انجل. يا باشر انا بعمل ايدي كده? كده. 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 شايف? ايه ده 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 ده? ايه الحلوة دي? واخد بالك انا بعمل ايه? انا بعمل ايه? ارتكوليشن. وايدلي. فلو هو كان الحفرة اللي هنا عميقة. هتبتدي تطعيك في الحركة. هاي دي القصة. فهنا الكتف عند ساعاتك في حيط المقاوي. انه لقينا زي في حفرة خفيفة. في الاسكابل. حفرة خفيفة دي قاعد فيها مين? دراعك. عند حركة. وزق من دراعك. طب الحفرة خفيفة دي فين بقى? عند الاعدال عريضة? هما الفين? عند الطرف المدبب. الله ينور عليك الاوتر. الاوتر ايه? ايه شاطر صح? فوق. انت مية مية. يبقى الفكرة في كده يا بطل. اني انا الاوتر بوينتد اند فيه خرم سوان. اسمه جلينويد كافيتي. وده اللي قاعد فيه او الهيد اوف هيميرس. الدراع. زي ما نشوفه قداد. راس الدراع عندك. طب هي ليه الحفرة صغيرة? ليه الخرم صغيرة? خفيفة. عشان لو كان عاميق كان ايه اللي حصل? الدراع ده غرز اكتر. فلما يغرز اكتر مش هيعرف يتحرك بسهولة. طب هي دي الفكرة. طب وريني اكتر انا عايز اشوفه قدام عيني. اهو. بص يا دكترة. اهي. طبعا انا جايب حمادة بقى عاملين له صورة نظيفة السري دي. بصوا المنظر. ادي الانر. برود. ما هو ده التراعينجل اهو. صح كده يا دكترة? الانر. الله يفتح عليك. برود. الاوتر اهو. الله ينور. وقادي البروزيس اللي شابت فيها مين من قدام? على الجنب? الكلافكة. بس بصيلي بقى هنا. دي مين? ال اوبر ارم. ده الزراع. اهو. طب راس الزراع دي بقى اهي. اهي. حتة دي. بيتة في ايه? في خرم? خفيفة. اهو. بس اهو. تخال ده? اهو. ده الخرم. التجويف. اسمه جلينايت كافتي. الخرم ده? يفتكروا كده. حفرة خفيفة. حفرة خفيفة. او خرم خفيف جدا. خلينا نكتب حفرة عشان ما تبقاش كل حاجة خرامة. حفرة عندي خفيفة جدا. بص المنظر. ما يعتبرش حاجة عميقة. حفرة خفيفة جدا. وافتكارها. الحفرة اهي. جي اهي. جلينويد كافتي. افتكارها كده اعمل دايرة? جي اهو. الخرم بتاعي جي اهو. جلينويد كافتي. الجي بتاعتي اهي. اهو. شاف كلمة شالو? كلمة مهمة جدا. عشان كده سهل يحصل عملية ايه? ينفك. الكتف ينفك. اني حاصل عندي الكتف بتاعي خفيف. سهل يتفك. ما كان دا ليه? لان الحفرة دي خفيفة. الحفرة دي خفيفة عندك. فسهل العظمة فيها تدخل وسهل تخرج عندي. اهو. فاند فين بقى? الجزء ده الاوطر. الجي دي من برة. الحفرة بتاعتي الجي دي من برة. طب الحفرة دي هيقعد فيها مين? راس مين? او الزراع بتاعي. طبعا يعمل حاجة اسمها ايه? اولا يعني ايه كلمة جوينت بس انت فهم. جوينت عشان ده كل سنة بيجي في سنوية عمل امتحنة. جوينت السؤال ده بيجي. جوينت يعني مفصل. مفصل يعني مكان التقاء عظم. ما خالي بقى لك المكان ده? انت بتقابل عظمتين ببعض. مع الابر ارم. مع الهيومرس. هي دي الفكرة بتاعتها. فالمكان ده اسمه جوينت. جوينت يعني مكان التقاء عظمتين. وده فعلا اللي حصل عندي ساعتك. ان اللي حصل كالآتي. ان انا عندي الجي بتاعتي. الجلينويد. اتقابل في عمين? مع الهيومرس. ده مكان التقاء الاتنين دول عندنا حرف. الهيومرس عند ساعتك. يبقى تاني واحدة واحدة مع بعض. وكده اخدنا تلات نوعب بتاع السكابل ايه. واحد السكابل الترانجلر بول. الاوتر بوينتد. اتنين. السكابل عندها بروسس. لاترلي عالاطراف. مجنحها عالجناب عشان يشبط فيها مين? الكلافكال. فالحزام يكتمل. تلاتة. السكابل عندها ايه? حفرة. الحفرة بتاعتها خفيفة مش عميقة. الجلينويد كافيتي. وفتكر حفرة جي. انا بحفر بالجي عندها حضرتك. جلينويد كافيتي. والحفرة دي مكان التقاء عظمتين. مين بمين? السكابلة بمين? بالارم او الهيومرس. السكابلة بالارم او الهيومرس عندي. اهو. السكابلة بالهيومرس عند ايه? عند حضرتك. نخرج بقى من قصة السكابلة والسكابولة وزي ما اتفقنا مع بعض اختصار سريع جدا ان السكابلة كانت وعرفنا ان في حفرة خفيفة جدا اللي هي الجلينويد كافيتي. قلتلك الجي افتكرة كده حفرة عندي. ودي اللي كان بيقعد فيها مفروض الكتف عند حضرتك. طب اخرج بقى من السكابلة اللي كانت دورسل واطلع على مين بقى قدام? فانترال. الله ينور عليك اللي هو يعتبر بالنسبة لي الكلافيكل او الكولر بون او البيوتي بون. وزي ما اتفقت معاك كده قلتلك قبل كده دكترة طبعا شايف البطل ده? الامر ده والامر ده انت عمرك ما تنساها. البطل اللي وراي ده يوم قلتلك لما تيجي تبص على جمال البنت ابص من ايه? من قدام ولا من وراه? ها? من قدام صح كده. وافتكيرها دايما ايه? ما شاء الله اهو. بص حرف دايما هي موجودة امامية ناحية البطن عندها حضرت. وهي دي الفكرة بتاعة لما جينا نتكلم او هي عبارة عن بنسميها طبعا لنهاية عظمة تعتبر الجمال عند الست او وجودها بيدي جمال للست الرقبة بتاعتها وهي عبارة عن زي ما انت شايف حاجة رائقة جدا يبقى اكيد ايه? ثين ولا هتبقى ثين بون ودايما عند حضرتك زي ما اتفقنا اهي ما شاء الله اهي شايف اهيت اهيت عند حضرتك اهي ناحية قدام او ناحية البطن. طيب لو انا عايز اتكلم في ارتباطاتها يعني هي مربوطة بايه ما انت بتقول في حزام حزام يعني انت داير ميدور. فازاي كلافك المسكة ها? في الاسكابلة فاكرها الله يفتح عليك تعالى بقى وريك كده واحدة واحدة ان القصة بتقول كلاقاتي ان الاسكابلة عند حضرتك مسكة لأ لأ لاترلي من البروسس معه الكلافكال اه ما احنا لو جينا بصينا اتفقنا قبل كده ان الكلافكال عندي على الاطراف مسكة مين اسكابلة اهي مش هيدي اهي 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 عظمة الجمال يا باشا اهي ثيمبون ولا مثيمبون اهو بتاع المدارس اهو عظمة تعتبر بالنسبة لي رفاية عجد عاملة كده اهي بص المنظر عاملة بالشكل ده بالزبط كده اهو فلو جيت ركستي فيها هتلاقي على الجناب احنا قلنا في النص ده اسمه ميديال لاين ده اسمه ميديال لاين طب هنا بقى عالجناب لاترال على الاطراف على الاطراف دي مسكة مين ايوه في البروسيس بتاعت مين اسكابلة ما احنا قلناها طب ومين قدام بقى ما اسكف مين مين قاعد من قدام سترنم هيدي الفكرة يبقى استنى يبقى كده هي متثبتة مع الجناب مع الاسكابلة وكده بتقفل الحزام ان من ورا الاسكابلة من قدام الكلافكال متصلين عالجناب لاترالي طب وهي ككلافكال مكملة من قدام منين ايوه مع الاسكابلة اهي بص المنظر وهنشوف برضو حمادة بتاعنا وعصام قصته ايه الكلافكال بتاعتنا البيوتي بون بص المنظر اهي لو ركست عالجناب متصلة بمين بالاسكابلة اللي ورا ومن قدام بمين عظمة السدر يا باشا السترنم عندي يبقى ايه يبقى هي اتاتش تو زاسترنم انتيريور مسكة بسترنم انتيريور طب ومسكة في البروسس بتاع الاسكابلة او الاسكابلة ايه لاترلي جانبي ان هي عند حضرتك افلالك الحزام الكلافكال من قدام سكابلة من ورا ومتصيم مع بعض عالجناب لاترلي عند حضرتك طب خلي بجمع متركة ديه معنى كده لو جي قالك اللي استرنم فيها كام دلع مسك فيها غير كام عظمة مسك فيها ليه بقى في الحصة اللي فاتت لما جيت قلت لك كام دلع قلت لي عندي عشرين دلع ان كان دايريكت او ان دايريكت رو او فول ثم في الاخر عشرة بس دلوقتي مع اللي استرنم غير العشرين دلع بقى فيه اتنين كلافكال يبقى خلي بالك من التركة دي قوي يا دكتر او في اتنين كلافكال يبقى لو قالك اللي استرنم ماسك فيها كام عظمة هتقول لي اتنين وعشرين عظمة ماسك فيها كام عظمة اتنين وعشرين عظمة عند مش متخيلها يا باشا هات مين نجيب عن مقسام نتنقش معه شوية ونشوف قصته ايه وملته ايه نقعده ونريحه الاول طبعا لما اجا بص عالكلافكال هبص عليها من قدام ولا من وراء يا مستمع احنا قلنا جمال المرأة من قدام الفي من قدام اهي يا باشا بصي لي كده واحدة واحدة وركز معايا اهي شايف ادي مين دي الكولاربون الكلافكال اهي اللي عاملك واخدلك ايه زي حرف في اهو واخد طبعا لبالك من قدام مييين الاسترنه اهيه دي الكلافكال عند حضرتك ماسك في مين في الاسترنه من قدام اهو a قبعه على الجناب علجناب هو عالجنب ده والجنب ده لي مين والشمال علجناب متصلة بمين ايه ده ايه ده بص كده متصلة بمين اسكابولة بص المنظر طبعا انا بقول اسكابولة دي بهرج معك عشان تفتكرها على الاطراف عند حضرتك هنا وعلى الاطراف اللي عندك ايه هنا بالنسبة لي يبقى ايه دي الفكرة بتاعتي يبقى تاني يبقى لو جاء لك السترنم كم عظمة متصلة بيه لا في عشر دلوة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر عشر دلوة وعشرة الناحية التانية ادي كده عشرين ويمين وشمال اتنين كلافكال يبقى اتنين وعشرين عندي يبقى كده يبقى احنا قفلنا قصة حزام الكتف يبقى انا لو عايزة راجع عنه او اتخيله بقى شكلا سريعا بص بقى كده معي اهو بص بالمنظر اهو هم اربع عضمان صح اهو اتنين اسكابولة واتنين كلافكال بص المنظر لما بيتحطوا في الجسم بيبقى شكلهم عامل ازاي بيبقى عامل زي الحزام يعني انت بص المنظر بيرقض زي الحزام بص المنظر داير ميدور مقفل ابعاد الجسم زي ما انت شايف المنظر اهو ليه بقى الحزام ده ببنا ازاي ان الكلافكال اهو ادي كلافكال من هنا وادي كلافكال من هنا اللي احنا قلنا عليها ايه الجمال المرأة من قدامه ده دايما حرف الايه امامي ده اتفاقنا هنا طب بصوا بقى من وراء مش شايف هالليه مش شايف عشان تدلوها اللي اسكابولة اللي اسكابيلة من هنا واللي اسكابيلة من هنا ودي ايه دورسل الاتنين دورسل وورا الظهر زي ما اتفقنا مع بعض طب ازاي اتصلوا ببعض ايوة بصوا الحتة دي على الجناب لاترلي على الجناب اتصلوا هنا على الجناب عند حضرتك متصلين ببعض بالنسبة لي يبقى ايدي الفكرة بتاعت يبقى شايف هو اقفل الحزان بتاعه ازاي لو بصص من فوق اهو ادي اسكابيلة اهي اللي هي دورسل بص هنا من قدام ادي مين الكلافكال اللي هي شايف افلل ايه المحيط عند حضرتك اهو شايف المحيط كله على بعضه مقفول ازاي دير ما يدور عندي بالنسبة لي زي ما انت شايف طبعا زي ما اتفقنا اسكابيلة اتفقنا ان هي اتفقنا ان الاسكابيلة عندك تعتبر الاوتر بوينت دي فيها هه حفرة صغيرة اسمها بحفر اللي بيقعد فيها اللي يعتبر ادراع او الهيومر الزماني فهم دلوقتي قدام ودايما عند حضرتك البروسوس بتاعتها بتمسك لاترلي معك لافيكل اللي بتكمل معك لقدام عند حضرتك طبعا في بوينت كده يعني تعتبر خلي بالك منها بنسأل عليها اسعات وهي قصة الجلونويت كافيتي او فكرة تجويف الكتف قدام تكويف الفغد خلي بالك ان عادة زي ما اتفقنا مع بعض التجويف الجلونويت كافيتي ايه قصتها قلنا عليها جملة مهمة ان هي الجلونويت دي حفرة ايه عميقة دي حفرة خفيفة حفرة صغيرة ودي عشان تدي سهولة ومرونة للكتف عشان يتحرك بسهولة يتحرك براحته عكس الفغد فعشان كده بص المنظر لما تيجي تركبهم في بعض بص كده عند حضرتك اهو لما اجا بص هنا الجلونويت كافيتي يعني اركز كده فيها هتحس ان هي عبارة عن شالو دي بريشا ما احنا قلنا شالو دي بريشا يعني حفرة خفيفة الحفرة خفيفة دي فكرتها ايه ان هي ليه مش عميقة عشان تدي مرونة للكتف الكتف ده عند حضرتك يتحرك براحته بس زي ما هي فيها ميزة انا قلتلك فيها عيب انه وسهل ايه اللي حصل له يعني ممكن يخرج من مكانه مع حركة غلط يخرج ويرجع تاني عشان كده هم نسمع القصة دي زي الفيديو دوت اهو بص ده بطل تاني خالص اهو بس ده بطل بجد بص ده اتخبط وعادي جدا في ماتش كورة بص رازع اهو امريكان فوتبول ادراعوك ايه اتخلع الله الله بص 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 فاجر رح مرجعه تاني مكانه عادي جدا ولا في اي حاجة ما هي الفكرة في كده الكتف ممكن يخرج ويرجع عادي جدا لانهو مرن في الحركة بتاعته وده لانه قاعد في تجويف ايه عميق خفيف يوم ما بحفر جلينوية كافتي الحفرة بتاعتي خفيفة من فوق عند حضرتك وبكده خلصنا البكتر الجردل وهاخد فاصل معاك ونرجع للأبر لمس ورجع نالكو يا دكاترة ونخرج بره البكتر الجردل ونشوف بطل جديد بطل بص الواوة البطل الجديد بتاعنا وهو لو انا نزلت بره عن البكتر الجردل هلاقي مين او فور لمب وفتكر فور فوق فور فوق اهي فوق فوق دايما عند حضرتك بالنسبة لي الاطراف العلوية هي دي معنى او الفور لمس فخلي بالك من حتة دي فاحنا هنتكلم عن او الفور لمس وفور يعني فوق فوق يا دكترة وركز فوق ما تركز في عدة تانية الله يكرمك ما تدناش في ده هي فالأبر لمس هي تعتبر الفور لمس الاطراف العلوية طيب الاطراف العلوية زي ما انت شايف كده هنبص فوق هنبص فوق تحترم نفسنا اتفقنا عند حضرتك ان اهي من قدام المين ده ده الكلافيكل زي ما اتفقنا من ورا مين الله يفتح عليك قلنا مين الاسكابولا الاسكابولا تعالى بقى على مين ايوة الابر لمس الابر لمس عندي اتقسمت عند حضرتك ايه تلات اجزاء لما تيجي بص على الطرف بتاعك مقسمت اتقسمت اجزاء واحد اهو دوت اللي هو بنقول عليه ابر ارم الساعد العلو او يعتبر الدراع ابر ارم لور ارم كل دول ارم في الاخر في الدراع بس في جزء علو من الدراع وفي جزء صفل من الدراع ثم الايه الهاند اللي انت بتاكل بيها يبقى هم مقسمين للتلات حاجات يبقى البطل بتاعنا دوت الابر ارم او الفور ارم اللي فوق هو في منه الابر سولي لمب او يعتبر بالنسباني الفور لمب يعتبر بالنسباني عنده ابر ارم لوور ارم وايه واهاند المفروض ان المجموع الكل في العظم لكل دراع تلاتين عظم اطول لي ان هنرسوا تلاتين عظم اقول لك اقول تلاتين عظم يعني تلاتين يمين وتلاتين شمال اه دي حقيقة التوتل بتاعهم سرتي بونز وهنفهم ازاي هما تلاتين عظم عن حك يعني البطل ده يمينه وشماله تلاتين تلاتين صح وهي دي حقيقة هي ان تلاتين عظمه في اتنين يعني التوتل كام ستين عظمه طب شوقتيني ما تيجي نشوف بقى عند حضرتك بوس الواوا دي عند ساعاتك الدراع ده ايه قصته اللي بيحصل فوق وتحت والايد دي ايه حكايتها عند حضرتك بوس باسين اول حاجة عند حضرتك وهي عظمه مميزه جدا اسمها هيومرس انا عايزك اولا تحافظ حاجة ما تتخضش من كتر الكلمات انا هعملك ريكاب وانا حافظها مع بعض سهلا انا عايزة اديك جملة بسيطة جدا لما تيجي تسلم علي تمدي ايه دك كده وتسلم علي عند حضرتك هتقول ايه اول حاجة عامل ايه كويس افتكيره كده بالانجلس بنقول ايه هاواريو اتش ااريو افتكيرهم اتش ااريو تاني اسمع صوتك هيومرس ريديس انا فالدرع ده كله فيه تلات عظمات مهمين جدا هيومرس ريديس انا يبقى تاني يبقى انا وانا جاي يسلم عليك عند حضرتك تعال كده عبدالدام يسلم عليك تعالى بس انت هتتخضر لما تشوف عبدالدام اهو بس اهو بيسلم تعالي عبدالدام تعالى بس اهو بيسلم عليك بس يعني هم ومتقامين مع بعض بس اهو انا بسلم علي بقوله انت عامل ايه هاواريو هيومرس ريديس انا تاني اسمع صوتك هيومرس ريديس انا شكرا لحفدالدام انت فاهم شفت التوين ده متقامين فهي دي الفكرة فانت لما تيجي تتكلم معي انا اول ما اقول لك او فور لمب فوق هتقول لي ايه اهو الساعد ده بالنسبة لي انا بسلم عليك اهو دي الوقت وانا بسلم عليك بتقول لي ايه عامل ايه هاواريو هيومرس ريديس انا تاني اه اسمع صوتك هيومرس ريديس انا طب اول عظمة هيومرس عندي دي اول حاجة في الهواريو اللي احنا قلناها دي اول عظمة طب بص بقى المنظر الاتش اكبر من الارواريو دي اكبر عظمة فوق اكبر عظمة فوق والله يا مستر شوقتيني عايزيني شوف ايه كالسطر الهيومرس دي بتقول لك ايه دي اللي يعتبر الابر ارم يعني هي دي الذراع العلوي دي عظمة واحدة اهي وان بون كولد هيومرس عندي العظمة دي عمل two joints مفصلين وفهمتك joint ده يعني مكان التقاء عظمتين او اكبر ما طبعا العظمة دي اللي في الدراع مسكة من فوق ومسكة منين من تحت ففي مكانين عندي او two joints مكانين وقتاني بقول لك joint ده عبارة عن ايه عشان تفهمه قدام الحصة الجاية ده عبارة عن مكان site of connection مكان اتصال of two or more bones مكان اتصال عظمتين او اكتر عند حضرت يعني بالبلدي كده ده المكان المفصل ده عبارة عن بيفصل بين عظمة والتاني طب تعالى ورهالي بقى وشوقتين كده للصورة بتاعتها اهي باشا الهيومرس دي فين اهي مصد دي عندك في الدراع الدراع عندي هي دي شكلها عندي يبقى تاني احنا خرجنا خلاص برا حزام الكتف او برا الكتف قلنا في الكتف عندي في حاجة اسمها ايه فاكر ايو عندي من نوارا سكابولا او الاسكابولا ومن قدام الكلافكال ومسكين في بعض عالجناب لاترلي لب انا لو عايز اتكلم في الكتف عند حركة انزل بقى منه للدراع الدراع قلنا ايه اجي اسلم عليك how are you humorous radius on اول واحدة اله واله دي كبيرة الهيومرس عظمة واحدة العظمة دي عاملة مفصلين ومتصلة من فوق ومتصلة من ايه من تحت واخد لي بالك من فوق الهيومرس ليه head الهيومرس head اهي شبه الراس الراس ده هيقعد فيه مين ايوة الله يفتح عليك ايه ده ايه ده ايه ده الاسكابولا رجع التاني اه ماشي احنا قلن ان فيه حفرة رفيع حفرة صغيرة والحفرة دي بلاقيه هه بالجي جلينويت كافتي يبقى اول مكان عندي الهيومرس بيتقابل فيه بيتقابل مع الاسكابولا من فوق بيتقابل مع الاسكابولا من فوق اهو اتقابل هو والاسكابولا من فوق فين في الجلينويت كافتي يبقى دي كده اول حاجة بقى تاني يبقى انا اتفقت معاك يبقى العظمة بتاعتي how are you humorous radius on اول عظمة ال H الكبيرة دي مين الهيومرس دي موجودة في ال upper arm الhead الührاس دي عند حضرتك الراس دي قاعدةestic tabula فين قاعدة عند الاسكابولا فين قاعدة عند الاسكابولا تنكر قاعدة عند الاسكابولا فين عند الجي جلينويت كافتي واتفقنا ان سهل ايه يحصل من الهيومرس تتفك لان جي صغيرة طب حلو قوي انزل لي بقى تحت بص اللي كده بقى عليها تحت فوق هيد فوق هيد تحت بص بقى المنظر هنزوم عليها عشان نفهمها يعني بروز داخلية بص المنظر اهي شاف الحتة دي في بروز داخلية اهي في بزبوس طالع بص بزبوس السغنان ده من جوة بزبوس سغنانة مش من برا من جوة هيقعد فيها مين احنا قلنا هاوريو الهيومرس عند حضرتك ده هيتسكن فين في الاقلنا في الاقلنا بص المنظر اهي عاملة زي حرف ايه اهي افتكرة يو اهي اهي اقلنا يو عاملة زي كافتي اهي بالمنظر ده شاف المنظر اهي بص المنظر اقلنا اقلنا يو شاف اليو ده اهو فيها كافتي بيقعد فيها الانر بروزيكشن بتاعت الهيومرس فبص المنظر ايه ده ايه ده الدراع ابتدى يتكون اهو يبقى تاني تاتاتاتا تاتاتا من الاول اتفقنا البطل بتاعنا دراعاته يمين وشمال فيها كم تلاتين عظم يمين وشمال اتقسموا على قصة ايه هو upper arm lower arm hand اتفقنا مع بعض القصة بتادي بايه سلم علي ايوه ها فكرني كده انا محمد عيني هاور يو هيومرس ريدياس انا واكبر واحدة فوق الهيومرس الهيد بتاعتها الهيق هيد قاعدة مع مين مع الاسكابولة الاسكابيلا عند حضرتك ايه وقلنا قاعدة فين في الاسكابيلا عند الجيز صغيرة الجيلانايد ودي للاسف melon deposition في سالية ف � à hed f initiative طب من تحت البازابيليس الصغنينا دي educate Tr fonction اب ours لان الله قاعدة في على قلنا القلنا فيها ايه ليو اهي شوف حارف اليو كافيتي في كافيتي عامل زي حارف اليو اهو يبقى هيد مانزر بتاعه يبقى تعلمة بص كده تاني يبقى تعلى نبص كده تاني اهو حضرتك اول حاجة فيه الاتش الكبير الهيومرس ودي عضمة واحدة متصلة بمفصلين فوق وتحت مين اهي بص ادي الهيومرس اللي عملت لفلك اهي بص المنظر اهي بصيلي بقى هنا هتلاقي فيها ايه هيد اهو اهو شايف الهيد ليها راس عند ساعة ومن تحت في ايه بروز صغيرة شايف البزابيز اللي جوه اينار بروجيكشن بص بقى لما ايه قعدتوهم بص من منظر اهي احفاظها كويس قوي معايا او الهيد اوف هيومرس اعدى فين في الاسكابولا في الاسكابولا عندي مين ها ايوة الجي صغيرة مين الجي صغيرة الجلينويد كافتي فافتكرها دايما الهيومرس قعدة في جي صغيرة اللي هي مين الجي صغيرة اللي هي الجنويد كافتي عش كها سالة تتفاكت دا اسمه ايه بقى دا اسمه مفصل الكتف وده عضمتين متصل او المفصل ده فاصل بين عضمة الهيومرس ومين والاسكابولا او الاسكابولا اهي الشولدر جوينت اعدى في الجي صغيرة الجلينويد ايه كافتي طب من تحت بس بس ايه من تحت الانر بوجيكشن قعدة فين اخر الهيومرس قعد في الانا اللي واخدى حرف الانا بس المنظر يالهو اليو اهو شايف الكافتي دا اهو قلنا اهو اهو شايف في كافتي عندك فالقلنا فيها كافتي اهو شايف المنظر اهو بالزبط فالقلنا عند حالك فيها كافتي قاعد فيها مين برضو الهيوميرس اخر الهيوميرس عندي فيظهر حاجة اسمها بداية تكوين حاجة اسمها الهيوميرس اهو الهيوميرس فيت قاعد فين في الهيوميرس او الكافتي او الهيوميرس تكويف الهيوميرس عند حركة تاني احفظها معايا مهمة جدا جدا وسهلة امشي معايا من الاول يا بشا وشوف انا بعمل معك ريكابات الحصة نعرف فيها كلمات كتير بس تطلع فهمها وصممها اتفاقنا هبص من فوق من وراء دورسل في الدار اسكابولة اسكابولة ومن قدام وقلنا جمال المرأة فين عظمة الجمال بيوتي بون قدام ولا وراء جمال المرأة من قدام زي ما اتفاقنا عند حضرتها اتفاقنا الكلافكال والاسكابولة اسكابولة وراء كلافكال قدام مسكين لاترال مع بعض اتفاقنا عند حركة الاسكابولة قلنا ايه ها فلات وبرود وقلنا الاينر يعتبر بالنسبة لي هو البرود والاوتر هو يعتبر البرود اتفاقنا الاسكابولة من بره عندها الجيز صغيرة عندها شالو ديبريشن سموغلونويد كافتي انزل معايا للايه البطل بتاعنا ايدك يمينك واشمالك فيه كام عظمة 30 عظمة امشيهم معايا الابر ارم لور ارم هاند وكل ده فوق في الفور لمب اتفاقنا مع بعض لما ايجا سلم بالدراعي بقولي هاواريو اتش ااريو اول حاجة الاتش اكبر حاجة هيومرس عندي والهومرس دي الهت بتاعتها قاعدة في الجيز الصغيرة عند الاسكابولة وهدية الجلونويد كافتي طب ومن تحت عند الالنة اللي فيها الكافتي اليو شايف الكافتي اهو الكافتي عند حريطك اهو بص المنظر اهو الكافتي عند ساعتك اهو دي الالنة عند حرك شايف الكافتي اهو عشان لما تيجي بص المنظر اهو شايف المنظر اهو عاشق ومعشوق في بعض يا بشا ولا لأ اهو باينة هي جدا 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 عند حرك اهو شايف في حرف يو فافتكيرها عند الجيز الصغيرة جلونويد كافتي عند الالنة اللي هي اليو شاب او الكافتي عندك عشان لما يجي لك صورة العظمة بقى انت راجل فاهم وعارف انت فقاني حتة في جسم الانسان طب كلام جميل جدا كمل بقى معاي اكمل ايه كمل الدراع القصة بقى بتكمل معاك ازاي ان بيقول لك كمل القصة فكك من اله في مين الار والايه واليو عند حضرتك في الار واليو عند ساعاتك صح ماشي احنا قلنا how are you صح كده خلصنا الاتش اهي خلصت الاتش مين دول اللور ارم بقيت الدراع فبيقولك اللور ارم فيه عظمتين مش عظمة واحدة فيه واحدة منهم فهمناها اللي اه 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 اللي فيها الكافة اليو اللي عمزة حرف اليو اهي supported by two bones هما عظمتين وهما الريدياس والايه والالنا عند حضرتك طبعا خلي بالك اني how are you دول بقى قصتهم ايه قصة الالنا هين ايه الالنا عند حضرتك هي اللي قاعد فيها لسا اي لنا الله يفتع عليك مين الانر بروجيكشن بتاع مين بتاع الهيومرس اهو it has a cavity ما قلنا النا فيها ايه حرف اليو اهو افتكارها كده كراسمة اهو فيها كافتي قاعد في مين الهيومرس شبه المفك الالنا have a cavity in its upper part يعني اعتبر فيها عند حرف تجويف الجزء العلوي اللي من خلاله الانر البروز الداخلية او اخر الهيومرس اخر الهيومرس عند حضرتك بتكون قاعدة هنا طب اتفقنا بقى انت هنا بتبني ايه مفصل اسمه ايه بقى طب فوق كان اسمه مفصل الكتف اللي هو عبارة عن حاكتين الاسكابيلا والهيومرس وهنا الهيومرس قاعدة فين في الجيه الصغر طب وتحت قلتلي الهيومرس قاعدة في الاقالنا اللي هو حرف اليو عشان تبتيت اخلق الالبو بس استنى الالبو جوينت عشان يتخلق هو عبارة عن ثلاث عضماء اللي هو ما امين اول واحد الهيومرس تاني واحد اللي هم حرف اليو القالنا تالت واحد الريديس يبقى دا الالبو جوينت بتاعنا كده تبقى تاني عشان انت راجل فاهم هاوريو بقى قصتها ادي الاتش اهو الهيومرس ادي الالنا بحرف اليو اهي كافيتي واخيرا ادي الار الريديس عشان كده الالبو جوينت هو عبارة عن ثلاث عضمات اهمة هيومرس اللي الانر بوشيكشن فيت مع الالنا وجانبهم مين الريديس دول تلات عضمات اسموهم الالبو بونز عن ساعة تكا عضم يعتبر بزبالة الكوة يبقى تاني يبقى واحدة واحدة يبقى اتفقنا انت يا النا عشان عايزين نتخيل الكلام يا مستر الالنا بتاعتنا اهي عضمة سوري الهيومرس بتاعتنا اهي عضمة واحدة الهيومرس دي لها هيد ولها انر بوشيكشن فوق وتحت والهيد دايما رصد فين فوق يعني خليك زكي يعني بدلا ما يجيب لك هيد ممكن قالك الابر بارت هي هي راصي دايما فوق الهيد دي عند حضرك قاعدة فين في جيز صغيرة جلينويد كافيتي الشالو دي بريش طب ومن تحت الانر بوشيكشن بزبيز الصغيران دي قاعدة فين ايوة في الالنا اللي فيه حرف اليو الكافيتي ده اهو بالمنزر ده من فوق عملنا الشولدر من تحت عملنا الالبو بس الالبو دا استان ايه دا ايه دا ايه دا مين دي الريدياس الالبو تلات عضمات اهو اتجمعه عنده حضر هيومرس ريدياس ريدياس النا هاو اريو هما دول التلاتة مع بعض عني فالالنا بتاعتي دورها انها بتصنع مع الهيومرس والريدياس الالنا دي بتصنع مين الالبو جوينت اللي هو يعتبر الكوع بالنسبة يلي عند ساعتك طب نيجي بقى النقطة مهمة قوي في الحتة دي طب انا كده فهمت منك ان الهيومرس يعتبر لها راس وليها بازابيز من تحت والراس في الجيل الصغيرة والبازابيز زي ما اتفقنا في الالنا والالنا عندك ساعدتك في صناعة الايه ها الالبو جوينت الكوع اهو عند حضرتك والكوع ده عبارة عن كم عضمه تلاتة هاو اريو هيومرس ريدياس النا طب السؤال بقى هنا هل الالنا والريدياس بيتحركوا ولا في واحد ثابت واحد بيتحرك ولا ايه القصة ما التلاتة مع بعض دلوقتي مسكين تعال بص كده في حاجة غريبة في ايدك ايه ده 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 ينهاري السود واخد بالك ده انته غير انك بتعمل كده اهو ده فيه كده معنى كده ان فيه عضم بيلفه عالتاني فالسؤال بقى هنا هل الريدياس والقالنا سابتين ولا بيتحركوا هو دي الفكرة اللي احنا عايزين نبص عليها بقى دلوقتي بص الجمال والحلوة دي واخد لي بالك هاو اريو اهيه تعالى نكتب عليها انا عايزة كده لوحدك تستنتك ادي يا باشا الاتش ايه بالانر ايه شايف بيتف مين الاتش في القالنا بص القالنا اهي القال اهي دي كل دي القال عند ساعات اهي كل دي القالنا بالنسبة لي اما المين بقى اللي فوق القالنا اللي عمال يلف ده بقى ايوه ده الريدياس بس واخد لي بالك بعمل حاجة لو ركزت هتلاقي القالنا دايما سابتة يعي بص القالنا هنا سابتة ما تحركتش غالس الريدياس اللي عمالها ايه تتحرك بس ركز حركة الريدياس عندك فيها سابات في منطقة وحركة في منطقة بص المنظر الحتة دي سابتة ليه سابتة عشان ده كوعه ما يتفكش والحركة دي هنا مارنة واخد لي بالك من الحتة دي اللي انا عايز اوصله لك ايه ان الريدياس بتلف على القالنا الريدياس بتلف على القالنا تاني بص المنظر من قول دي تاني عايزك انت لوحدك تستنتجها بص المنظر ادي يا بشا لايه القلبه اهو الكوع شايف تلات عضمات فعلا هيومرس ريدياس النا بس واخد لي بالك اليومرس سابتة النا برضو سابتة عشان كده النا بنقول عليها فكسد بون لان هي كده كده سابتة بصي لي بقى على الريدياس بتلف على النا دي تعتبر اسمها روتيتنج بون عملة تلف على الان بس لو ركزت بقى في اللفة هي بتلف من تحت مش من فوقه فعلا بص المنظر يعني ايه دي هي سابتة بص المنظر ايه دي هنا ايه سابتة بس هنا دي بتتحرك صح تاني بص المنظر ايه دي هنا اهو في المكان اللي انا احط فيه البوينتر ده سابتة اهو صح لكن تعال هنا بقى بص بتتحرك فهي الريدياس سابتة من ورا لكن بمتحركة من قدام عشان كده اللفة اللي بتلفها ما تعرفش تلف 360 تلف 180 درجة بس وخد لي بالك اهو 180 تعرف تجيب اخرك تعرف تلف 360 لا اهي اهو اهو ده يعتبر ايه 180 مش متخيلها اهي اديك تخيل يا باشا اديه يا باشا ها سمع معيه how are you الـ H الكبيرة اللي عندها هد من فوق قعدة في الاسكابولة ومجيئة صغيرة والإنر بروجيكشن الله يفتح عليك قعدة فين في اللي هي الـ U اللي فيها كافتي اهو طب ومين التالت بتاعهم الريدياس اهي بص بقى المنظر عايز اديك تخيل عشان تبقى متخيل بص بقى الريدياس اهي التالتة كلهم سبتين هنا سبتين في القوع عشان يدوا قوة القلبه ده يا باشا بص لو اديتك كده بقوعي انت روحت في دهية لكن بص بقى الريدياس بتعمل كده شايف عملة تلف تلف على القلنة بتلف على القلنة كده 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 فما تقدرش تديك لفة كاملة ليه بقى؟ لاني بتعمل اكس بص الاكس ده اهو هتلف ازاي بعد كده؟ عشان تلف اكتر من كده يعني دراعك يكسر القوعي يكسر بص انا وانا بعمل ايدي كده انا بلف معايا القوع فاخر القوع اهو فهي دي اللقط فخلي بالك من الحتة دي ان هم عاملين كده هم الاتنين كده بالشكل ده اهو بتروح عاملة دي كده 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 ما تقدرش تكمل لان هم الاتنين متسبتين من ورا كده فا اهي بص اخرة ما عامش يجيب اخرة عن كده اهو بعد كده يتكسر الاكس هتتكسر نفس الكلام كده الاكس اخرة ها وتتكسر فهمت الفكرة؟ فهي قصة في كده عند حضرتك يبقى قصة عندي اهي نقرأ مع بعض ان الريديس سمولر ان سايز بتكون اصغر القلناك كبيرة قلناك خلتك قلنا دي القلناك فكسد سابتة لكن ريديس رو تيت واحفاظها ريديس رو تيت تاني ري ريديس افتكرها قوي رو تيت القلنا القلنا يو الكافتي اللي قاعد فيها الينر بتاعت الكوة وهنا بتلف على القلنا مية وتمانين درجة فقط لان هم متعشقين في بعض مسكين في بعض من فوق طبعا الريديس بقى هو اللي مسك في مين ايه ده تيت واخدلي بالك هو مين بعد الابر واللاور ارب بعد الدراعين بعد الدراع العلوي السوفلي في مين ايه ده الهاند واول حتة في الهاند هي مين في حاجة اسمها ريس او ايدك بتلف مع لفة الريديس يبقى تاني لحد ما وصلنا تا 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 واحدة واحدة انا مش عايزة اطلاق بات خالص انا يا مستر هتهت منك يا باشا من الاول سريع من قدام ومن وراء قلنا من وراء الاسكابولا اسكابولا ومن قدام الكلافكال واتفقنا يا دكتور جمال المرأة ذانترا اللي بيكون من قدام لكن دورسل الاسكابولا في الضهر اتفقنا عند حضرتك هم هيتم متصلين على الجناب لاترال ببعض اتفقنا ان الارم بتاعك مقسوم في ابر ارم وفي لوار ارم واخره هاند والقصة كل ده قاعد فين فوق فور لمب او ابر لمب اتفقنا ان هاور يو اتش اار يو اكبر عظمة الاتش في الدراع الهومرس والهومرس من فوق راسها من فوق عندي قاعدة في الاسكابولا عندي الجي ايوه الصغيرة جلينوية كافتا ومن تحت الانر روجيكشنز قاعدة في الانة اللي هي اليو بالمنظر ده عندي ساعتك اهو طب ابتدى يزهر كده فكرة الكوة طب الانة عندك لوحدها تحت محنونا هور يو الاتش يومرس طب والار ريديس ويو الانة فهنا عندي اللور بارت في ريديس وانة اتفقنا هنا هل الاتنين اللي عندي ريديس وانة متسبتين لأ الانة هي الي متسبتة ورديس بتلف عليها بالشكل ده لفة ايه مية وتمانين درجة وفتكرة ريديس رو 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 تيتنج لكن قالنا يو دايما قالنا بتكون فكسد عند حرك سابتة بالنسبالي طب الريديس عند ساعتك ميكمل مع مين ميكمل مع الرست عند حضرتك يبقى هو ده اللي هيكمل مع الرست يبقى اخر الريديس مع اول الايه الرست بالنسبالي هي دي الفكرة بتاعت اهو اخر زا لور انت اخر الريديس اتتشتو زا ايه رست لكن الابر بتاع الريديس اتتشتو مين اتتشتو قلنا يبقى تاني من الاول شوف انا بعيد معاك وزيد وعايزك تبقى وات برينس لانه كل ده سهل اتفاقنا اهو ده مين القلب القوع بتاعك ده قوي اتفاقنا القوع في ايه هاور يو ادي الريو وادي اليو واللي بتلف وتلعب دي الار اتفاقنا ار رو 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 تيتنج ما تنسهاش طب واللي اقلنا دايما بيكون فيها كافيتي اللي هو عامل زا حرف اليو عشان يقعد فيه الهيومرس ودي ثابتة اتفاقنا عند حضرتها اني عندي اول حتة الابر بارت بتاع الريديس ثابت في مين ثابت في الكوع ثابت في الان طب واللور بارت بتاع الريديس اخر الريديس ثابت في مين في الريديس فالريديس بيلف والريست بيلف معاه عند حضرت طيب تعال بقى نكمل انزل على الهند واخد لي بالك انت خلصت كم عظمة انت مخلصتش غير ثلاث عظمات يا مستر هاور يو يعني 27 عظمة في الهند اه تخيل بقى اليد ب27 عظم لان هو ده كل العظم طب استنى لا خدني على الهيدي بقى ايه قصة اول حاجة الريست اللي هي المنطقة دي اللي هي دي حتة الصغنانة دي عندك اللي حتى احنا بنلعب ريست بيها هي دي الريست ده عندك فيه ثمن عظمات صغيرين ايت كاربلز ايت كاربلز افتكرة كاربل ايت كاربلز دول فين دول في الريست عني ثمن عظمات عند حضرتك بالنسبة لي ايت كاربلز بس الثمانية مترتبين على صفين اربعة واربعة بالمنظر ده ففيه upper row زي ما تشايف كده وفيه lower row طب الupper ماسك في مين والlower ماسك في مين اوعة تغلق انا لما باجى بص على ايدي ما ببصش عليها كده اوعة هتديك بص كشف واش اوعة لا الاناتومي بتاعي ان ايدي تبقى لتحت اهو حضرتك لما تبقى الجسة هامدة ميت واقع كده متفرفر ايدك هتبقى فوق ولا ايدك هتبقى مسخسخة لتحت هتبقى مسخسخة لتحت فخلي بالك ان الجزء العلوي ده ماسك في مين اللي فوقي radius اخر ريديس خلي باكم الحتة دي اوي يعني انت اول ريست اول ريست مين قبله اخر ريديس طب واخر الريست كف اليد الهاند خبك من التركة دي اوي عشان بلعبوا عليها كتير تاني لما اجا بص اهو انا عايزك تركز الصورة قدامك يا باشا حدسوا الحارج او ادي ومصفين مين قبلها مين بعدها يعتبر الباوم كف اليد فخلي باكمل دي فدايما فوق الريديس تحت الباوم فلو قالك اول صف في الريست بيقابل مين بيقابل ريديس تاني صف بيقابل مين بيقابل اللي بعده اللي هو يعتبر عند حضرتك الباوم طب خلي باكمل حاجة هم صفين الصفين دول يا مستر اربعة واربعة قال لي او بس خلي بالك الريديس لما بيمسك بيمسك بس في ثلاثة منهم الرابعة ما بتكونش مسكة يعني انت لو ركست في الفيديو لو ركست اهو هتلاقي فعلا هتلاقي بقى الريديس اهي دي مسكة في ثلاثة بس ثلاثة عظمات ركز كده هتلاقيهم ثلاثة بس عند حضرتك بالنسبالي هم الاساسين فمعنى كده اني انا عندي الريديس اهو الروتيتينج مسكة في واحد اتنين ثلاثة طب والربعة مش مسكة فيه اصلي اهي هاي دي الفكرة بتاعتها اهو على صفين ولكن خلي بالك الصف العلوي تلاثة بس من الاربعة هم اللي مسكين في الريديس في اخر الريديس طب والصف التاني لا الصف التاني مستر الاربعة كلهم مسكين في كاف اليد هاند باوم يبقى خلي بالك من اللعبة دي تاني يبقى انا لما جمسك ابص على ايدي انا مسكة كده اوعد ديك اشاف لا يا مستر انزل بيدك تحت عيب اهو ان انا عندي الصف الاول في الريست قبله الريديس الصف التاني في الريست بعده الكاف بتاع اليد البال عند حضرتك طيب نخرج بقى بقى بره قصة الريست وخلاص فهمنا ان الريست زي ما قلتلك قبله الريديس بعده اللي هو البال هناخد بقى البال عند حضرتك بص بقى معايا البال اللي هو كاف اليد طبعا كاف اليد لما تيجي تبص عليها تلاقي في ايه بيبان لك حتى يعني لما تبقى المعظم بتبان خمس عظمات رفيعين بنسميهم ميتا كاربل ميتا يعني بعد بعد الكاربلات ما هو فيه تمانية بعدهم خمسة ميتا كاربل فالهند بالم ههمت زي ما انت شايف اهو التمن عظمات بتوعي او اربعة واربعة الصفين بعدهم ييجي في ايه خمسة عندي فالهند بالم سببورت زي هند يعني دي اهو انت لما بتشيل اي حاجة بتشيلها فين على الكف فهي دي اللي مدية قوة للكفة عندي الخمس عظمات الرفيعين دي اسمهم ايه ميتا كاربل اللي هم بعد ودول خمسة طوال وارفيعين عند حضرتك طيب كلم جامل جدا يبقى انت خلصت بص بقى عندك ال 27 جوم ازاي ادي فيه 8 ودي كان 5 فاضل ايه بقى العقل فالنجز كل اسبوع فيه 3 عقلات معا ده 1 ايه ده مين اللي بيلعب ده قدامك ثمب الابهم والابهم بيبقى عقلتين بس اهو اني انا عندي 5 fingers او digits كل ديجت كل صباع في 3 فالنجز عقل معا ده عندي الصباع يعتبر بسيبال ابهم وده في 2 فالنجز زي ما تشايف اهمت ديت بالنسبة لي اللي تحت دول فلما تيجي تبص عليها تلاقيهم كام 14 فالنجز 14 عقلة عند حضرتك حط عليهم 500 وحط عليهم 8 يبقى total كام صح 27 عندك اهي تعال نجمع الهند كده بالراحة اهو طبعا ادي الايه ما شاء الله عليه اهو الفوق فور لمب ابر واللور وهند وهوب رح مدينا ايه الليكومية التمام بالهند عند ساعة اهو بص الهند اهو بص كده معايا ادي الكاربل التمانية بص التمانية اهمة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ادي التمانية كاربل اللي معمولين على صفين ودايما تلاتة مسكين في مين في الريديس بعدهم الميتا كاربل اللي هم كام خمسة اهم واحد اتنين او خلنا انا عد من الثم واحد اتنين تلاتة اربعة خمس بعد كده الفلنج بص كل سبعة فيه تلاتة معادا الثم فيه كام اتنين بس يا دكتور يبقى التوتل كام سبعة وعشرين عظمة عندي سبعة وعشرين وهوا ريو تلاتة يبقوا كام يبقوا تلاتين طب ما تيجي نعمل ريكاب بقى على الجزء ده كده كله تعالي يا باشا نعمل ريكاب سريع نوتس كده اللي هي ايه رشتة بتاعتنا ايه اوكي كده موجودة اردي في الاخر بس احنا عايزين نزبط اتفقنا عند حضرتك ان انا عندي مين ومين اه البكترال جردل البكترال جردل بالنسبة ليه عظمة ايه اهو اتنين في اتنين يبقى التوتل كام اربعة بونز اتفقنا من ورا سكابولا من قدام كلافكا اتفقنا اللي سكابولا دايما دورسل بون طب والكلافكال فانترال بون عظمة الجمال عندي لكن هما الاتنين متصلين ببعض ها لا لا لاترلي اتتش زي ما اتفقنا مع بعض اتفقنا بحاجة تانية ان اللي سكابولا بتاعتي الانر بتاعها بروت صح والاوتر بتاعها واتفقنا مين برا الجي الصغيرة جلينويد كافتي حفرة صغنطوطة قعدة هنا اهي الجي الصغيرة اللي هي مين الجلينويد كافتي كلام جميل اللي هيقعد فيها مين الهيومرس اتفقنا القصة بتاعي هاواريو اتش آر يو فكرني كده 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 القصة اكس افكرا كمس الهيومرس عندي الهيد الهيومرس عندي من فوق الهيد الهيد بتاعتها قعدة في الايه في الجي الصغير فعملت ايوه الشولدر ومن تحت الينر البروجيكشنز البازابيز الصغنانة دي قعدة النا حرف اليو الكافتي اتفقنا هنا مين ثابت ومين بيلف دايما الريدياس روتيتنج على الفيكس النا فدايما الريدياس روتيتنج اون فيكس النا اتفقنا اتفاق جمع يا باشا هاواريو اتش ااريو يبقى انت عندك مين الالبو جوينت اتفقنا مين بيلف مع الريدياس ايوه الرست الرست كم عظمة 8 على كم صف على يا مستر صفين 4 قبلهم بعدهم ميتا كارب اللي هو البال وده خمس طوال بيدوا قوة للايه للكف او الايد اخر حاجة العقل انا عندي خلي بالك خمس سوابع كل واحد تلات عقل معادة الصنب عقلتين يبقى 14 لو جيت جمعت يبقى معك كم عظمة يبقى الابر لم بيساوي اتنين في تلاتين ليه من وشمال يعني ستين عند حضرت يبقى ستين ستين واربع يبقى اربع وستين خلي بالك من تركة مهمة جدا لو ركزت لحظة هتلاقي دايما في اتجاه الريديس اهو بص كده اهو دايما مع بعض نفس اللفة فافتكيرها دايما في اتجاه الريديس هم هتلاقيها في الفيديو بتاع بتاعت زي النوز بتصورة قدام ولا وره ولا يمين ولا شمال يبقى احنا كده اتفقنا من المية ستة عشرين عدمة خلصنا اربعة وستين فاصل ونخرج من بره الابر وننزل على مين اه يا وسافل اللي وره عندك ننزل بقى اللي وره لتحت ونشوف الحوض ونشوف ايه اخبار الفغد عند حرج فغدتك عامل ايه النهاردة الفاصل وارجع عليك تاني وارجع نالك اده كاترة ويلا نطلع بره الابر لامب والبكتر الجردل ويننزل مع بعض للبلوك جردل الحوض بس قبل منعملها في فيديو كده موجود في بنك المعرفة يعني لذيذ لامم الدنيا كانت كلها بتاعة الابر لامب بالبكتر الجردل وطبعا هو بيتكلم عن اللي هي الاطراف العلوية زي ما تشايف اهو بيديني صورة للبكتر الجردل بالأبر لب او زي ما انت شايف بكل العظم بتاعه زي ما احنا قلنا عندي تلاتين وتلاتين واتنين واتنين يبقى اربعة وستين اول حاجة اهي من قدام زي ما انت شايف مسكة زي ما دورسل زي ما اتفقنا ودايما واتفقنا عندها مين من برة الجيس صغيرة الحفرة بتاعتي زي ما اتفقنا طبعا انزل تحت واتفقنا عن عمل من فوق الهيد والهيد قعدة عند كابيلا فين في ومن تحت اللي عاد عند النا 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 عند حضرتك طبعا لما تنزل تحت في عضمتين في وفي عند حضرتك النا بالنسبة لي طبعا اتفقنا النا تعتبر بالنسبة لي ثبتة من فوق لكن متحركة من تحت مع الرست عكسة النا كده كده ثبتة اتفقنا ان القلبه ثلاث عضمات هور يو هيوميرس ريديس النا وكان النا بالنسبة لي يعتبر بالف على النا مية وتمانين درجة عندي وده اللي سباته في القلب وزا ما انت شايف عندي قد النا سبتة مع عند حضرتك ال الهيوميرس انزل تحت بالرست زي ما اتفقنا تمانية كاربلز متقسمين على صفين اربعة واربعة ولكن الريديس ماسكاف تلاتة بس الريديس ماسكاف في الصفلي بعد البالم زي ما انت شايف ادي دول الصفين بتوعي بالوانهم وبصورهم مش عليك الاسماء خالص لكن عليك انك تبقى فهم الشكل عندك بدور ازاي انزل تحت يظهر من الميتا كاربلز اللي هما الخمسة ميتا كاربل اللونج الثين اللي سببورت الهند بيدو قوة للهند عشان تعرف يدي الدعام زي ما تشافه هو ودول مسكين في الصف الصفلي عندك او الصف التاني بتاع الرست انزل بعد كده عند حركة واحدة واحدة هتلاقي مين الله ينور رايك الفلنجز 14 عقلة زي ما اتفقنا مع بعض وفي 14 عقلة كل صبع من الخمسة في 3 عقل معادة مين ايوة معادة في عقلتين عند حضرتك كده لمينا بكل قصة الجزء الاول كان باختصار تعالى بقى ننزل لتحت منطقة الحود او حزام الحود زي ما في حزام كدف داير ما يدور حوالين الاجزل في حزام الحود داير ما يدور حوالين الاجزل طب ايه دور البيكترل زي البيكترل يا مستر عادي عند حركة حزام الكدف دوره يعمل ميسبت الاطراف بتاعتي العلوية بالاجزل سكيلتون طب تحت الحود في يدتو ميسبت الفغد ميسبت رجلي بالاجزل وكده بيتصل الجهاز العظمي كله فالفكرة في كده اهو ان بالنسبة لي اهوت الطرفين السفلين زي ما اتشاف الصورة عند حضرتك اهو ايه دي العمود الفقري او ايه دي يعتبر الاجزل سكيلتون ويعتبر متصل بمنطقة الحوض عشان يحصل اتصال باطرافي السفلية عندي طيب تعال بقى نبتدي نحكي عن الحوض وخلي بقى ايه بقى الحوض ايه منطقة الحوض عند حضرتك بص يا سيدي الحوض ككلمة بيمثل اربع عظمات اربع عظمات وانشوفهم هقليك تشوفهم ايه هم الاربع عظمات خلي بقى الحزام الحوض ايه حاجة والحوض حاجة لو قال كلمة الحوض خلي بالك الحوض هم ايه بص بقى واحد الساكرم الخمس فقرات اللي هم عظمة واحدة انه ملحوم الحوض ملحوم من ورا مع الساكرم اتنين فكروا كوكي كوكي جل الكوكيكس او الكوكيسيجي ادي اربعا كانوا عظمة واحدة بص بقى دول وده ايه ده يا مستر حزامين عندها عظمتين عالجناب اسمهم باقي البلوك جوردلز اللي هو حزام الحوض اهو ادي تلاتة ادي اربعة البلوك جوردلز هنا وهنا يبقى تاني الحوض المنطقة السفلية دي قبرة عن ايه بص بقى معايا اربع عظمات المنطقة اللي تحت اللي انت بتوصفها دي اربعة اللي هم بتمثلوا ايه واحد البلوك جوردل النصين بتوع اللي هم العضبتين اللي عالجناب وواحدة الساكرم الخمس فكاروب بتوع وواحدة الكوكيس اللي هو الاربع فكاروب التوتا اللي يبقى كام في البلوك الحوض اربعة مش متخيلها يا دكتور مينة يا باشا نتخيل اهو حدس ولا حرب ايه ده 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 اهو ده الحوض اهو بص بقى المنزر اهو ادي الحزام الحوض يا باشا بص اهو كام عضمة في ايدي ادي واحدة ادي التانية بس الحوض كده ماكملش بص بقى الجاية بص السفلة ايه ده بص المنزر ادي الحوض ليه اسم الحوض بص المنزر اهو شابه الحوض اللي عندك في البيت اللي بتخسيب ايدك بيه اهو شابه الحوض فعلا فالحوض او عظم الحوض هم اربع عظمات اربعة يمين وشمال النصين بتوع الحزام البلفك جردلز ومن وراء السكرم واخره الكوكيس او الكوكيسيجل عند حضرتك يبقى تاني يبقى بص بقى منطقة الحوض يبقى منطقة الحوض عندك لما تيجي بص عليها الداير ميدور عبارة عني نصين نص يمين ونص شمال طرفين اللي هم مين البلفك جردلز زي ما انتشافوا ووراء السكرم واخيرا الكوكيس عند حضرتك كل ده موجود فين كل ده اسمه الحوض طيب امال انت هتدرس ايه بقى دلوقتي امش هدرس الحوض انا هدرس الحزام الحوضي في حاجة هنا في الحوض ما تلزمني في حاجة هنا اجزيال ايوا السكرم والكوكيس شيلهم امال مين الابنديكلر الاثنين دول يبقى انا هدرس دول تاني ركز معايا كده ده اسمه بلفس او البلفك ريجون منطقة الحوض منطقة الحوض اربع عظمات نصين نص يمين ونص شمال البلفك جردلز الحزامين وايه السكرم والكوكيس بس انا عايز ادرس الابنديكلر يا مست في حاجة هنا هتتشال ايوا اللي هو مين السكرم والكوكيس فانا هدرس الاتنين دول يبقى البلفك جردل كم عظمه جردل الحزام بتاعك يمين وشمال ده كم عظمه ده اتنين ده اتنين عندي وده اللي حصل عند ساعتك اهو بص بقى المنظر اهو شاف الفرق في كلمة بلفك ايه جردل بص القبلاة كانت ايه بلفس الحوض اربع عظمات لكن الجردل الحزام الحوضي لا هو عظمتين اهو مت ايه ده انت شيلتي مين شيلت الاجزل شيلت الفرتبرا شيلت السكرم والكوكيس انا مالي بيهم انا بتكلم عن الحزام الحوضي اللي هو الطرفي اللي عطر فينا على جنبين العمود الفقر مين عظمه يمين وعظمه شمال خد بالك بقى من حاجة العظمتين دول فيه تريكة هنا مهمة جدا فيهم ملحمين من قدام بص لو ركزت كده في الصورة عندي ساعت بص كده معاه البلفك جردل هو بيكون من نصين اهو ادي اول واحد وادي تاني ده مين ده الجردل ده البلفك جردل نصين النصين بيقابلوا بعض من قدام بص كده اهو شايف انا عملت حرف ايه في اهو عند حاج بيقابلوا بعض من قدام بيتصلوا مع بعض من قدام اخلي بالك فوق اليسكابيلا و الكلافكل مقابلوش بعض يعني الكلافكل الهينه ما قابلتش الكلافكل الي هنا الي كانف النص في استرنم اليسكابيلا الي هنا مقابلتش اليسكابيلا الي هنا خالص لكن هنا تحت لا الحود عند الحزام يعتبر أو喜欢 عند حضرتك فدائما افتكرها إن النصين بيتوعي نصين الحود بيقابله بعض من قدام من قدام فين بصبه على حتة دي попробم افتكرها попробم وهديك تخيل افتكرها يا يوم بتعمل البيبي بتعمله منين البيبي بتعمله منين من قدام البيبي من قدام يبقى خالبك من حتة دي يبقى انا عندي النصين من ورا مش متصلين ببعض لان من ورا متصلين بمين ايوة بالسكرم النصين من ورا متصلين بالسكرم لكن من قدام متصلين بس هو ناحية البطن متصلين من قدام ناحية البطن ويوم ما تعمل بتعمله من قدام بيوبك سامسس اهي تو ايدنتيك هافز في يوز فين يوم ما اعمل بتبيب بعمله من قدام دي منطقة الاتصال وبنسميها حكس من ارتقاء العين هتفهمها دي مهمة جدا في الحملة ان الحب يوسع بتاع الستة نفهمها قدام وهنا بقى البلوك جردل نفسه كم عظمى الله يفتح لك عظم متين واحدة يمين واحدة شمال بس بيقابلوا بعضهما الاتنين ويوم ما اعملوا قدام بيوبك سامسس افتكرة كويس قوي مهم قوي الكلمات انت لو اتحكمت في الكلمات بتانت بحصة تلاقي الدنيا سهل يبقى تاني يبقى الحود بتاعك بص نورغولك اهو لما اقول كلمة حود يعني ايه كلمة حود بص كده اهو ادي الحود يا مستر كم عظمى اربعة يا مستر الاربعة ايه يا دكتور ها يمين وشمال بلوك جردل وقدام قدام عند حضرتك متصل من قدام بالبيوبك سامسس وراء اهو فيه الساكرام والايه والكوككس عند حضرتك ما تنساش الحتة دي قوي عند ساعتك يبقى تاني يبقى اتفقنا مع بعض عند ساعتك الحب بتاعنا عبارة عن كم عظمى اربعة يمين وشمال ها اللي هو البلوك جردل متصلين من قدام بالبيب من قدام اللي هو ايه بيوبك سامسس ومن وراء الساكرام والكوككس لكن لو شلت الأجزيل وقلت ابنديكلر الحزام الحض بس هم عظمتين العظمتين دول من وراء مش متصلين ببعض هوا من وراء بص مفيش مش مسكن فبعض من وراء مسكن بالساكرام طب ومن قدام قلت هالك بيب بيب بي بعمل بيب بيب من قدام بيب بيب بي لو ايه اهي بيوبك سامسس بيب بيوبك سامسس ما تنساهاش يبقى دي القصة بتاعة حزام الحض السؤال بقى العظمة دي او العظمة دي ليه عاملة الشكل الغريب ده بقى اكيد في حاجة غريبة في العظمة دي يعني دي عظمة اه ودي عظمة بشكلها غريب شكلها غريب اكيد في حاجة حصلت فيها تعال بقى نشوفها مع بعض واحدة واحدة ونفصص كل عظمة فيهم الفكرة بتقولي بقى ان اللي حصل كان لقيت بص بقى الصدمة بتاعتي ان كل نص من اللي اتنين هو ثلاث عظمات في بعض متحدين اه عشان كده الشكل الغريب ده بص بقى المنظر خد بالك كام لون تلاقي عندك ثلاث تلوان احمر اصفر اه ثلاث عظمات ملحومين في بعض عندك فكل هاف ايتش هاف كل نص من النصين هو في الاخر حاجة واحدة النص بعضمة واحدة ما تطلغبطش بس العضمة الوحدة دي جات من اين جات من ثلاث حاجات في بعض حاجة اسمها اليم اسكيم بيوبس وهحفظها لك سهلا اليم اسكيم بيوبس يبقى تاني رايق واحدة واحدة تاني من الاول يبقى احنا اتفقنا كلمة حوض اربعة يوم الاربع يومين وشمال البلفيك جردلز اللي هما من قدام بيوبك سامسس بيوبس مسكين ومن ورا في السكرم ويه الكوككس زي ما انت شفت معي ده كلمة حوض طب البلفيك جردل نفسه عضمتين والواحدة بتلت قطعة اليم اسكيم اي بيوبس العضمة اللي ورا شايف العضمة الكبيرة اللي ورا دي المجنحة دي هي دي دي الايليم الايليم بتاعتي دي دايما دورس اللي ورا يعني لو جيب بصيتها عليها اهي لو انا بصيتها اهو انزل سنة بالكاميرا يعني ايه ربنا نسترع الفضائح اهو بص المنظر اهو يا بص دي بقى كده الحتة السكسي بتاعت الدكر الولد الولد كده لما يبقى شاب راجل كده جاي لك من السحل زبط فورم السحل سكسي كده وعمل السكسي باك بتاعته العضمتين اللي عالجنب اللي يسقط من عليهم الميو يبقى وات سكسي في نفسه كده اهي شايف العضمتين دول اهي ادي العضمة هنا واحدة ثانية زيئة هنا الايليم دي فين ورا ولا قدام ورا دورسل عند حاجة دايما بتكون ورا زي ما تشاب بالمنظر ده عندي ساعاتك فدي اول عضم طلع لي كده الله يكرمك اهي بص المنظر اهي دورسل فلادبول كود ايليم فافتكيرها ايليم دورسل ورا دايما الايليم وهو ليك زي نحفاظها دايما بتكون دورسل لورا طبعا العضمتين التانيين بيوبس واسكيام ذانترلي قدام يبقى انا عندي واحدة ورا واثنين ايه قدام واحدة ورا واثنين قدام بص عليهم هم بص اهي قدام ولا ورا قدام اهي يا مستر بص دي برد قدام ولا ورا قدام يا مستر اللي اتنين قدام في عضمتين ذانترلي ناحية البط واحدة ورا فانت عندك بص بقى الحتة جاء البيوبس والاسكيام هم اللي اتنين ذانترلي مطالما فيه دورسل يبقى فيه ذانترلي وافتكارها دايما الحوض عامل حرف البي من قدام ذانترلي اللي اتنين ذانترلي سهلة سهلة وبسيط يبقى تاني يبقى الايليم بتاعتي اهي منوار ومين واخد حرف البي البيوبس والاسكيام منين من قدام يبقى انا بصة اوه بحفظها يبقى الايليم دورسل الايليم ضهر الدورسل ضهر عندي والبيوبس والاسكيام شايف ايه حرف الايه البي فينترل فينترل عند حرك من قدنين حيب بس استنى بقى اخدني على الهايه دي البيوبس والاسكيام لو ركست هتلاقي فيه واحدة سبقة تانية هما الاثنين عندك نحة البطن بس لو ركست واحدة واحدة هتلاقي هتلاقي ان البص هنا في الصورة دي البيوبس هاي مين تحتها اسكيام نفس الكلام بص هنا بص الاسكيام تلاقي ايه مستخبية مين قدامها البيوبس فهنا بقى فيه واحد ورا واحد يعني فيه انتيريور اه و بوستيريور يعني هما الاثنين كده كان في البطن بس فيه انتيريور و بوستيريور مش فاهم بص كده معايا باشا في الحوضة اهو مين في الظهر ايليم الظهر ايليم احنا نتفعي الظهر ايليم و من القدام لو ااخد حرف الفي اهو شايف حرف الفي اهو مين واخد حرف الفي بس بصيلي كده بقى لو ركست لحظة هما كده كده هما الاثنين قدام اهو ايه بس عشان مسكتهم رخم بص اللي انا مشاور عليها دي بيوبس دي بيوبس اهي بص البيوبس قدام مين مستخبي وراها اسكيم بيوبس اسكيم بيوبس اسكيم فانا عندي الاثنين كده كده في البطن بس مين انتيريور بيوبس مين بوستيريور اسكيم يعني بص اهيه الفيديو موضح قوي ان انا عندي كده كده مين في الضهر اليا مين قدام اللي عامل حرف الفي بس فيه واحد سبق تاني واحد سبق تاني حتى انا انا مرسمتها لك بس ما كنتش موضحة لس بص المنظر اهي هديه لك لون تاني مين هنا مين هنا يبقى دايه anterior posterior الاتنين anterior posterior سألها بسيطة جده اهو بص ده اهو anterior قدام شايف قدام اهو دايما قدام بص ده مستخبي وراها بص ده اهو ده البستير شايف قدام الانتير عند حضرتك اهو ان انا دايما بلاقي ان الاليام ورا عند الضهر دورسل قدام عندي اسكيم وعندي بيوبس بص بقى الاسكيم دايما بتكون ايه اهي posterior ventral طب والبيوبس anterior ventral طب انا عايز احفاظها عشان هتلغبط في الامتحان هقولها لك اهو بص بص دي اي 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 من ورا اي من ورا ايليام من ورا تاني انت اتقوم ما بتقوم دلوقتي الحصة اهو بقى انا مثلا فيها ساعتين مع بعض او ما قمت اهو عملت اي 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 بتعمل اي اهو بتحط ايدك ورا ورا فين ورا عند الاليام تاني انت اي 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 بي من قدام بيم بي بي دي بتاعتنا من قدام وبس اللي هو البيوبس والاسكيم هما اتنين قدام وبيوبس جاي من كلمة عشكا اسمها فعلا ما هو البيوبس هما كان التقاء الاتنين مع بعض فالبيوبس داي من قدام طمينا وراها اسكيم يبقى تاني يبقى انا لما اجا احفاظها معاك بص هنحفاظها ازاي افتكيرها كويس اوي اي 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 نكتبها هنا افتكيرها اي 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 من ورا مين اي 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 بي اي اس دي مين? البي بيوبس. والاي اس اس كيام. بي بي من قدام. ايه بي بي اللي من قدام? احنا قلن بي بي البيوبيك سامفسس. كده يعني بحاولة بستطالك الشافتك تبك كويس. فانت عندك اهو بي بي يبقى البيوبس من قدام انتيريور. يبقى عكسة الاس كيام من ورق بوستيريور. شكرا جزيلا خلص. يبقى تاني من واحدة واحدة. شوف انا بستطالك كزا مر. نقولها تاني. نعيد من اول. التكرار يعلم الشطار. يبقى احنا اللي حاصل. كلمة بيل فيس اربع عضمات. بيل فيس اربع عضمات. مين وشمال؟ بيل فيك جردل. وقلنا من ورا ساكرامو كوككس. واتفقنا البي بي منين؟ من قدام. ذانترلي من البي بي 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 سمسس اني دايما متصلين من قدام في البي بي 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 سمسس. كل نص من الاتنين بعض بس العدمة دي في الاصل تلاتة فييوز تجزر تلاتة فيوز تجزر ما تفصلهمش عن بعض. تلاتة بواحد. اي 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 ا اي 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 الايليم من وارا مين من قدام بس ايه بس دي بس بيوبس اس كم ببي من قدام مين ببي من قدام لسأل هالك ببي من قدام دي اللي هو مين البيوبكسابس وبيوبكسابس جاء من كلمة بيوبس يبقى بيوبس انتيريور وراها اس كم بوستيريور وكده كده هما الاتنين حرف الفي باشا هما ان شاء الله عليه بنترال يبقى انا كده بسطتها لك عشان تايما تفضل فاكرها يعني اتمنى تكون حفظتها وفتكرتها خلاص يبقى احنا كده فهمنا قصة الحودة هي لما نيجي نبص عليه اهوت يبقى انا عندي اهو مين دي الله ينور عليك اي 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 من ورا اليم مين عامل حرفي في في فينترال بيوبس واس كم بس افتكرها بس عند حركة فينترال وهنا قلنا مين عند حركة في بس البي بتبي من قدام اهو البيوبس قدام وهي دي اللي عامل البيوبك سيمفسوس مين تحتها وراها الاس كم عندي من ورا فهمت القصة بتاعتها وراها او تعتبر يعني تحتها مستخبية عند ساعتها طب خدلي بالك بقى من حاجة مهمة اوي في تجويف وخدلي بالك اهو بس المرة دي التجويف ايه واضح ولا لا واضح صح واضح اوي يا مستر باين عند حضرتك اهو افتكروا بقى دايما فين بقى التجويف لو ركزت كده لحظة التجويف يعتبر في مكان التقاء التلات عضمات ايليم اهو هنا صح مش اي 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 اهي من ورا ادي ايليم اي الكبيرة اللي ورا دي والفي اهي بيوبس و ايه واس كم ادي البيوبس اهي اللي من قدام بتبيه من قدام ووراها مين الاس كم اهي حرف الفي اهي كل ده متصل في مين ادي بيوبس اس كم ايليم كلهم عند مين التجويف ده اسمه ايه بقى اسيتابيولم مفتكروا خليك اسي من تحت اسي من تحت اسيتابيولم استنى يبقى خلي بقى من التجويفين الجيس صغيرة فوق الجلونويت كافيتي اللي قاعد فيها الدراعة لكن يوم ما تكون اسي اسي من تحت اسيتابيولم اسي من ايه من تحت اسيتابيولم وعش كده ما فيش حاجة اسمها يحصل حاجة اسمها حد الفغد عنده تتخلع التجويف ده عميق لان الوزن هنا عالي قوي تحت يبقى ايه الفكرة في كده يبقى بص بالمنظر اهو ادي يا باشا ايه فاكر ايه اي 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 الايليام من ورا دورسل بص كده اللي تحت حرف الفي مين حرف الفي ده بس مين بس ده يا دكتور اللي هو يعتبر عند حراك البي والاس اهو بس اللي هو يعتبر البيوبس والايه والاسكام بس البيب بي من قدام اهو هو مين البيب بي البيوبك سامس البيبي البيوبك سامس اهو انتيريور من قدام في مقابل اسكام ايه واخد لي بقى بالك في الصورة كلهم ملتقوا مع بعض في المكان ده اهو حتة من الاليا من اللي ورا على حتة من البيوبس اللي قدام على حتة من الاسكام اللي وراها اسمه ايه اسيتا بيولا مفتكروا خليك اسي من تحت يبقى تاني يبقى الجيز صغيرة فوق جلوني الكافة الصغننة اللي قاعد فيها راس الهيومرس لكن يما تبقى اسي اسي من ايه من تحت اسيتا بيولام الفاغد فاغد فيومر فاغد فيومر بص على الفاغد بتاعك يا بشا بص شايف خليك اسي اقسي يا لانشاف اسي من تحت اهو شايف عند حضرتك دبات عاشق ومعشوق بات ببعض زي ما تشاف التجويف اهو اسي من تحت زي ما تشاف اهو خطبه لك من الحتة دي اهو يبقى تاني يبقى لما حب كورم بقى اللي تحت باللي فوق اللي فوق احنا اتفقنا كانوا اربع اضماط حزام الكتف اربعة اتنين واتنين اسكابيلا من وراء اسكابولا دورسل في الظهر اسكابيلا ومن قدام كلافيلا عظمة الجمال ويما تبص على جمال البنت البيت تبص على حلوة من قدام الكلافيلا عندك دورسل ويما تقابله مع بعض عالجناب لكن الحوض عندي كلمة حوض غير حزام حوضي لما قل لك عندك الحوض هتقول لي الاربع عظمات يمين وشمال اتنين وساكرم من وراء وكوككس ادي كده الاربعة لكن حزام الحوض هم اتنين بس نصين واحد يمين واحد شمال وقلتلك لما قل لك اي 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 اليم من وراء والفي اللي قدام بس قدام اللي هو مين بيوبس واسكياب واتفقنا مين قدام ببي من قدام البيوبك سيمفسس او البيوبس من قدام وراها الاسكياب قلتلك خليك دايما اسي من تحت اللي هو مين اسيتابيولم دايما تحت في مكان اتصال الاليوم مع البيوبس مع الاسكياب عند حضرتك لكن الجي الصغيرة فوق الجلونيت كافتي الصغانطوطة عند حضرتك دايما فوق قاعد مين هاواريو الاتش الكبيرة اللي هي الهيومرس لكن من تحت قاعد مين فغدتك الفغد فيومر الفغد الفيومر عشان يعمل حاجة اسمها مفصل الفغد الفغدة بتاعتك زي ما تشايف ايه اهي يبقى هي دي كده القصة بتاعتهم عند حضرتك بالنسبة لي اهو ان الفيومر اهو الفاغد فيومر الفاغدة بتاعتك الفاغدة عند حضرتك بالنسبة لي بتاعت في التجويف دوت طيب في حتة بنك معرفة خلي بالك منها وهتفهم قوي بعد كده في الربروداكشن ان شاء الله الحوض شكله يختلف عن الراجل عن الست عظم الراجل اكبر زي ما انتشايف بص الراجل اكبر من الست بس الست اعمق ليه بقى لان الراجل الربروداكتف ارجن ما كنتو قالك بيبين قدامك التبهار الربروداكتف ارجن بتاعه برا يعني اعضاء التكاثر بتبقى برا الحوض الراجل العضو التكاثر تستس اللي هنتكلم عنها الخصية بتبقى برا برا الحوض لكن الرحم والاوفريز جوه الحوض بتبقى هنا ده مش بس كده ده في قصة تانية مهمة جدا ان انت يا باشا الرحم ده بيكبر فلازم يكون في مساحة في الحوض فخلي بالك عظم الزكر اكبر لكن عظم الانسة اعمق اوسع من جوه زي ما انتشايف يا بص المساحة اللي هنا قدام المساحة اللي هنا بتحس ان ده مجنة حاقطة واسع في عمكة عندك بالنسبالي فخلي بالك من حتة دي اني دايما عندي ساعتك الف ميل بيكبر عن الميل بلفيك بونز وفي مقابل الميل بيكون اكبر عندي للنسبالي فدي خلي بالك منها يبقى احنا كده فهمنا خلاص البلفيك جردلز يبقى البلفيك جردلز هو على جنبين الفرتيبرا الكولوم قدر يوصلوا فاغد الفيومر مع الاجزل سكيلتون او اللي يعتبر اطراف الصفلية مع الاجزل سكيلتون اتفعنا كلمة الحوض نفسه على بعض داير ميدور عبارة عن اربع عضمات ومن وراء واحدة ساكر واحدة كوككس واتفعنا يوم ما نقول بيبين من قدام النصين بيكونوا مقابلين بعض من قدام عكس فوق ما كانش بيقابلوا بعض اصلا اتفعنا مع بعض كل عضمة منهم او كل نص منهم ثلاث حاجات اي اي من وراء اليوم بس بيو اي اس اللي هو مين ايوة اللي هو البيوبيس والاسكيم بيكونوا من قدام حرف واخدين حرف الفي فانترلي ولكن دايما ببي سابق اللي هو مين البيوبيك او البيوبيس بيكون سابق الاسكيم عندي يوم ما تكون اسي خليك اسي من تحت اسيتابيولم عمق او بيكون عميج جدا المكان دوت عشان يقعد فيه الفغد بتاعك او الفي فاصل ونرجع لاخر جزء او نروح لاخر جزء وهو مين ايوة الفغدة شوف بقى قصة الفغد واللورلمس فاصل وارجع لك دايما وارجع نالكو يا دا كاترة وتعالى بقى ننزل تحت اكتر سيبك بقى من الحود تعالى على الفخد ونخش في مين في اللورلمس طبعا اخر بطل عندنا ويوم ما تقول فغد ما ينفعش ما نذكرش البطل دا طبعا البطل دا عند حضرتك السوبر دوت احنا طبعا خلينا نتكلم من البطانة دي بتمثل تلاتين عظمة تلاتين تلاتين ايه دا ستين زي الاطراف اللي فوق اه ما هو اللي تحت زي اللي فوق ستين 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 فوق ستين ايه تحت فانت قصة في كده ان يعتبر الطرف بالنسبة لي السفلي او اللورلمس عندي دا يعتبروا ايه بستين يعني البطانة هنا بستين والبطانة هنا بستين ستين ستين طب يتقسموا الايه بصيلي هنا انا عارف ان انت مركز في حتة بصيلي هنا ارجع هنا عندي حاجة ثمها الثاي الثاي يعني الفغد حدس ولا حرك طبعا ثم الشانك اللي هي القصبة او ما يوازي يعني منطقة القصبة واخيرا الفوت يعني تلات مناطق برضو عند حضرتك بتلاتين عظمة عندي ساعتك تلاتين وتلاتين ستين ونصين في الحوض اتنين وستين يبقى صح يبقى اتنين وستين تحت اربعة وستين فوق يبقى مية ستة وعشرين طب تعالى بقى ايه نخرج من البطانة ونشوف ايه قصة العظمة بتاعنا المرة دي بص يا سين احنا قلنا خليك قاسي من تحت فيه كان تجويف اسمه قاسيتابيولم والتجويف ده كان فين في نص الحوض عند حضرتك في كل نص من من نصين الحوض واتفقنا مع بعض ده اللي فيه قاعدة قاعد فيه مين ها الفغد الفمر الفيمر عند حضرتك ما تيجي تبص عليها عظمة واحدة ودي اكبر عظمة بقى في الجسم كله يعني هي اكبر واحدة تحت وعادة هي اكبر واحدة في الجسم عشان تخلي بالك يعني فوق لما كنت تقولك how are you ال-H فوق كبيرة تحت ال-F كبيرة ودي اكبر واحدة عمتها في الجسم كله دي العظمة المسؤولة عن الطول يعني انت يانتي يا ازعة بسبب دي هي دي عظمة الطول اصلا بتقدر بترمي طول في الجسم الفيمر بص كبيرة اوز زي الفيمر عند حضرتك لما تيجي تحكي عنها بالنسبة لي هي عظمة واحدة زي ازال فيومر فوق عظمة واحدة برضو هنا فيومر عظمة واحدة فتايبون عظمة الفغد عندي ساعتك يعتبر ايه فيومر عند حركة فتك لا فغد فيومر طب هي اطول عظمة في الجسم زي اوز ايه عظمة الطول وبرضو متصلة بمفصلين فوق مفصل تحت مفصل احنا اتفقنا من فوق في حاجة اسمها ايه هيد حلو قوي وقلنا الهيد دي فين خليك اسي من تحت اسيتابيولم لكن يوم ما بصنا على الاتش اللي فوق الهيومرس قلتلي في الجيل ايه صغيرة جلينويت كابتي يبقى الهيد دي قعدة فين اهي الابر اند اوفيمر انزا ايه اسيتابيولم خليك اسي من تحت زي ما اتفقنا في الجملة وده عمق او ده يعتبر تقلي جدا ده الهيب جويند اللي هو مفصل الفغد اهو طب تحت هناك في الهيومرس كان اخرها ايه بازابيس وعنانا انر بروجيكشن اللي قاعدة في ال اليو عند حركة الكافتي بتاع القلنة ومع بيدي اصدار القلب طب هنا قالك لا يا باش هنا تحت مفيش بازابيس ولا صغيرة ولا كبيرة هم تو بروسس عندي هم بص دي واحد ودي التاني هم اتنين بس ودول مش قاعدين في تجويف دول على القصبة وهوريك دلوقتي بص ما قالش مفيش الكلمة دي يعني مفيش قاعد حاجة جوه حاجة خلص مفيش تجويف قالك مع القصبة يعني انا عندي عند حضرتك يعتبر عظمة الفغد مع القصبة على بعض فوق بعض مفيش تجويف زي ما هوريك وهنا يخلق حاجة اسمها الرجبة الني وهوريك يعني ايه رجبة عند حرك وفاهمان لكن فوق عمل الفغد يبقى تاني واحدة واحدة مع بعض ونفهم يبقى اللي حصل كلقاتي يبقى اتفقنا عند حضرتك ان انا عندي الفغد فيمر الفغد فيمر ودي اطبر عظمة عندي خليك قاسي من تحت الاسيتابيولة ام الهيومرس كانت الراس بتاعتها بيتها فين في الجيش صغيرة جنوية الكافتي قلت لي فيمر عندك اخيرة بازابيز انر بروجيكش قالك لا يا باشا ولا بازابيز كبيرة ولا بازابيز صغيرة هي عبارة عن ايه تو بروسس ومش بيتين في حاجة دول على الشانك على القصبة على بعض زي ما وريك دلوقتي ام الهيومرس لا كان عندها بازابيز تغنانة انر بروجيكشن قعدة في تجويف اسمه اقلنا لو اخت حرف اليوم مش فاهم بص يا باشا اهو ادي الايه الهيد اللي هتبقى ايه هتغرز فين في الاسيتابيولم اهي بص بقى تحت بص المنظر ايه 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 الحلوة دي شايف ايه انا شايف تو بروسسس انا شايف تو بروسسس لا في اينار ولا في اوتر هم عبارة عن تو بروسس بص بقى الشانك بص يا حلوة يان هارسو في حرف اليوم في كافتي اصلا مفيش كافتي بص المنظر بص الحلوة ايه ده ايه ده شكرا طب ما هو انت كده بتخلق الرجبة اهي الرجبة بتادي تظهر بص المنظر اهو ده على ده مفيش فت عكس الهيومرس الهيومرس كان عندك ان الهيومرس بتاعتي بيتة في الايه في الانة في الالبو اهو لكن هنا بص اهو مفيش حدس ولا حرجة انا عندي اهو الفيومر الفاخد على الشانك بالمنظر ده اهو مفيش بقى ولا كافتي ولا نيلة مفيش تجويفات اصلا زي ما انت شايف ايه بالمنظر ده يبقى هو دي الفكرة بتاعتها عند حضرتك وكده انت ايه فهمتها بالنسبة لي طب انزل بقى من الفاخد ويه على الايه على القصب وخلاص عرفنا الفيومر من فوق خليك قاسي من تحت الاسيتابيولم وتحت تو بروسس وهم على الشانك الشانك نفسها كم عظمة بقى اتنين وافتكرها تحت يوم ما تف تف البرة يوم ما تف تف البرة مش فاهم يعني يوم ما تفة تفة البرة التبية التخينة نعم نعم التبية التخينة فيك ايه التبية التخينة فين جوه الفيبيولة الفيبيولة الرفافيعة لبرة افتكرها التبية التخينة لجوه يعني الجوه يعني ناحية الميديل لجوه اهو اذا ما انت شايف كده يقول العظمتين تخينوا جوه الفيبيولة عظمتين رفيعين لبرة يبقى تاني يبقى الشانكة عندك او منطقة القصبة هم عبارة عن ايه عظمتين يوم ما التف تف لبرة الفيبيولة لبرة احفظها التبية التخينة جوه الفيبيولة الرفافيعة لبرة فافتكرها يوم ما التف تف لبرة التبية اينار فيك الفيبيولة اوتر فين عند حضرتك تفهمت سهلة وبسيطة جدا وما فياش اي مشاكل عند حضرتك يبقى تاني يبقى حد ما وصل يبقى الفيبيولة الفيبيولة عندك الهيت بتاعتها خليك قاسي من تحت اسيتابيولة وتحت عندها على الشانك الشانك يوم ما التف تف في البرة التي والاف التبية التخينة جوه والفيبيولة الروف فيعة لبرة عند حضرتك طيب في حتة بنك معرفة عايزك تفهمها الرجبة مين مع مين ما هو انا كان عندي هاور يو القلبو كان هاور يو هيومرس ريديس طب هل نفس الكلام في الرجبة قال لك لا خلي بالك ايه بقى الرجبة ليها قصة الرجبة تلات عضمات برضو المفصل بتاعها بس عبارة عن مين بقى عبارة عن بص بقى الفغد بتاعك الفمر الفغد ومعها مين التبية التخينة التبية التخينة وايه بقى والصابونة ايه ده طب والفابلة مش معاها في حاجة اسمها الصابونة البتلة اللي حضرتك زي الراجل ده لما تتخبط بتغبط فيها هي دي اللي بتحمي المفصل عشان مش اي خبطة يفك عن بعض يحصل قطع في رباط صلبي زي مين فهم حصة جاي هي دي الفكرة بيحمي العظم تمدول عند حرك البتلة يبقى كده كم عظمة يبقى الفغد الفمر مع تبية التخينة وقدامهم من البتلة يبقى كده كم تلاتة الكلام ده مش موجود في القلب وليه بقى لان القلب مش محتاج حاجة تحميه لان كده كده الهيومرس بيتة في تجويف القلمة فده جوا ده عشق ومعشوق وحوالهم او براهم الريديس لكن هنا الاتنين على بعض التبية تخينة فوقها الفيمر الفغد فسهل هما الاتنين يتفكوا فمين يحميهم البتلة وده بتحمي المفصل وبتحدد حركته بتحجمه عشان تخليك حضرتك تعرف ايه تجري ما تقعش هيدا القصة فهو غير ان هو يعني دوره بتمتص الصدماء يعني حركة لما تيجي تقع المفصل ما يتكسرش وكمان بتديك اتجاه حركة بتساعد على اتجاهات الحركة ان انت يبقى لك زوية حركة بتجري بيها عشان بالبلد ما تنفكش ما تجريش وانت بتجري تلاقي رجبتك ايه تفكت هي بتحكم الرجبة او بتمسك الرجبة كويس او انا فهم في النوتس فيديو النوتس عند حضرتك يبقى خلي بالك من الحتة دي يبقى انت في تريكة هنا مهمة تخلي بالك منها اني انا عندي الرجبة بتاعتي تلاتة زيك زيك البو بس التلاتة اللي عندي تحت عبارة عن مين الفاغدة الفيومري عندي وتحتها التبيات خينة ومين حاميهم البتلة الصغيرة لكن القلب هوريو هيومرس ريدياس ال ال هيومرس بيتة في ال ومين بحواليهم ال ريدياس اللي بيلف هيدي فكرة الروتيتي تفهمت حلو طب واخد بالك كده انت كامة عظمة لحد دلوقتي انت اربعة 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 الفاغد الفيومر التبيات تخينة الفيبيول الروف طيعة والبتلة دي اربعة اربعة ومالزيف الاخر بقى تلاتين الرجل مش سبعة وعشرين ستة وعشرين خلي بالك ستة وعشرين اه ما انت كان الايد سبعة وعشرين الرجل ستة وعشرين كان عندك تمانية اربعة واربعة وخمسة واربعتاشر هنا لا الفوت الرجل على بعضها ستة وعشرين عظمة جمع ازاي بص بقى اول حاجة الانكل الانكل الكعب او مش كعب منطقة الانكل عندي دي كام سبعة طارسلز ايه ده مش تمانية فافتكيرها اللي فوق تمانية كاربل تحت طارسل فوق كاربل تحت طارسل فوق تمانية كاربل تحت سبعة طارسل تحت طارسل شوف انا بعيد وزيد اهو بنتشقلب مع بقى تحت طارسل تي تي ما تنساش تحت طارسل دي بقى انا عندي سبعة تحت طارسل طب ماشي ادي فرق واحدة اللي عود فوق تمانية تحت سبعة تحت بتلة فوق مفيش بتلة اصلا الصابون الصغير طب نكمل السبعة مترتبين قالت لا بص المنظر اهمة السبعة هتلاقيهم ايه ما اهمش اي ترتيب ولا احجام حتى سبتة بس من الواضح بص بقى العظمة اللي هي لونها صفر كبيرة جدا اللي بنقول على عظمة الكعب الهيلبون فهم كلهم الريجولر شيب السبعة الريجولر شيب ودايما تحت يبقى تارسل بس ادبر واحدة وراء الكبيرة وراء اللي هي مين الهيل الكعب او كالكينيوم افتكرة كالكينيوم ميكالكعب كالكينيوم ميكالكعب كبيرة كده كالكينيوم يعني الكعب عظمة الكعب فافتكرة كالكينيوم كعب كلمتين كالكينيوم كعب كالكينيوم كعب شوف انا حاولت عادة نقدر ايه تصبت معاك الدنيا الدنيا سهلة جدا يبقى اللي حصل تاني يبقى فوق تمانية كارب تح بس اكبرهم الكعب كالكينيوم او الهيل طب الباقي زي ما هو مشت رجلك بخمسة زي كافي ايدك مشت رجلك بخمسة زي كافي ايدك ورين اهو المشت بتاعك ايه فوق كان فيه كاربل وميتا كاربل هنا يبقى اسمه تارسل وبعده ميتا تارسل خمسة ميتا تارسل بس استنى بيكون كيرفد بونز ليه بقى كيرفد عشان يديك حركة ميزة في الحركة طب تجريب سرعة عشان كده الناس اللي عندها فلاد فوت هو بيبقى العظمة دي منفلطحة يعني مفروض عظمة الرجلي بص المنظر بتكون واخدة كيرف عندي ساعتك بالمنظر ده كده المشت بتاع الرجلي يكون فيه كيرف كده عشان يديله حركة سبرينت يعني كان في الجيش ممكن تخرج بسببها بس دلوقتي انت لابس جيش لابس جيش ايه اللي الفكر ليه بتديله حركة سرعة عند حضرتك وميزة في الحركة فدايما بيكون خمسة ميتا تارسل بعد التارسل خمسة بس بيكونوا كيرفد بيكونوش لونجوثين زي البالم لكنها بيكون كيرفد وبرضو سابورتي زي ايه فوت طب الفالنجز هم هم 14 فالنجز بس استنى الاربعتاشر المرة دي ايه مفيش حاجة اسمها ثامب ام اللي اسمه بيك تو خلي بلك الصباع الكبير بعقلتين مش بتلاتة بيك تو او ايتش داجت كل صباع في تلاتة فالنجز معادة البيك تو الصباع الكبير وده في اتنين عند حركة بقى 14 بخلي بقى لك بقى عشان تكترك كده الثامب لبرة مع الريديس البيك تو لجوه مع التبية التخينة اللي جوه خبك معي التالتاني الثامب وهتفهمه في تريكس و نوتس لبرة مع الريديس البيك تو لجوه مع التبية الايه التخينة يبقى التوتل بتاع الرجل كده كا اهو بص كده معي اهو 26 عظمة عند حضر جم منين اهو يا باشا اهو طبعا دي التبية التخينة دي الفيبلة الرفياء اللي برا يعني دي برا كده دي جوه طبعا اهو ادي كالكينيوم الكعب ازا ما انتشاف ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ازا ما انتشاف اهو طبعا بص بقى دول ايه الميتة ترسل شايف واخدين كورف الخمسة بيكون واخدين كورف عند حضر جم منحنة اهو اهو ازا ما انتشاف كده فيه انحناء وده بيكون عندك خمسة برضو شايف بقى الفالنجل شايف الشباعة الكبير بيكون اينار البيكتو عندي بكل جوه بكل جوه بالنسبة لي طب ما تيجي نعمل ريكابة اللي احنا قلناه عشان يا مستر ما توشي منك ما تلميلي الليلة برضو زي ما لمتلي الليلة فوق احنا اتفقنا الحوض عندي اربع عضمات اهو البلفس كله الحوض اربع عضمات الاربع عضمات من اتنين بيكت بيلفك جردل واحدة الساكرم من وراء واحدة الكوككس من وراء طب بيبي من قدام كله ماسك من قدام بالبيوبك سمسة طب كله نص منهم اسمو بيلفك جردل اشتتفقنا اهو ده اسمو بيلفك جردل والبلفك جردل كام عضمات فاكر ايوة تلات عضمات ها كمل قلنا الايليم اي 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 من وراء وبس من قدام اتفقنا الايليم دورسل وبس واخدين حرف الفي ومين قدام بيبي من قدام قلنا البي البيوبك انتيريوم والاس اسكيام بوستيريوم عدي خلص الحوض طب كان في حاجة اسمها ايه خور مكبير مهمة اوي اسمو ايه ها خليك اسي من تحت الاسيتابيولم وده اللي هيقعد في عضمة الايه الفاغد عند حرك ليه بجوية طب الفاغدة بتاعتك فيومر الفاغد فيومر اتفقنا الفاغد من فوق خليك اسي الاسيتابيولم من تحت هم تو بروسس ارتكيوليد وزا شانك على الايه القصبة ولما جينا ننزل تحت قلنا في ايه تبيا تخينة فيبلة رفا فيعا وقلنا يوم التف تف البرة الفيبلة برة ده كان اتفاقنا طب ما افصل الرب عبارة عن ايه تلات عضمات ايه هم افكرني كده التلاتة افكارة عبارة عن الفاغد اللي هو الفيمر ويه التبيا التخينة وقدامهم البتلة الرفاية طب من تحت الرجل كلها بكم عضمة ستة وعشرين عضمة جوم ازاي اول حاجة تحت تارسل سبعة تارسل واكبرهم الكعب كالكينيوم بعدهم خمسة ميتا تارسلز بعدهم اربعتاشر فالينجز سهلة جدا جدا انت بطل وقد الحصة دي وسهلة جدا 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 عندك انت لو بس كتبت النوتس بتاعتي والفويسات دي انت حفظت الليلة كلها طب ما توريني فيديو بقى بنك معارفة كده بيحكي عن القصة كلها قبل ما نقفل الحصة ونشوف الركاب والنوتس اهو الجزء الصفلي ادي يا باشا البلفت جردلز باللور ايه لمس عند حضرتك اهوت طبعا زي ما انت شايف او زي ما انت عارف اهو البلفت جردل طبعا جزء من البلفت عند حضرتك اهو وده بيكون يمين وشمال زي ما انت شايف اهوت طبعا يعتبر بالنسبة للهيب بون او عضمة يعتبر بالنسبة لي الحوض ده مميز جدا في انه اهو مقسم ثلاث اجزاء اي اي من وراء اليام تمام بس من قدام اللي هو اخدين حرف الفي فنترال اللي هو البيوبيك والاسكيام طبعا زي ما انت شايف اهوت ده قدام ده وراء ده قدام ده وراء اهو تقصص على الشانك مفيش اصلا فيها اي تجويفات من تحت زي ما انت شايف كده عند حضرتك انزل معي التحت التبية التخينة الفي بلا الروفا فيعة ويوم التف تف لبرا التبية التخينة جوة الفي بلا الروفا فيعة لبرا اتفقنا مع بعض عند حضرتك في حاجة اسمها الني كاب او البتلة الصابونة عند حضرتك وخلي بالك منها مهمة جدا ان انت لازم تخلي بالك من ان هو تلات عضمات برضو المفصل ده تحت بس دايما في تركة ما تنسهاش ايه الفاغد الفيومر التبية التخينة وقدامهم البتلة الروفاية عندي طبعا لو عايز تكمل الفيديو بتاعك ايا كان وردي هتلاقي عند حضرتك في من تحت في تارسلز ودول سبعة واكبرهم الكالكينيوم زي ما اتفقنا مع بعض وتكملت الكلام في الاخر عند حضرتك في خمسة ميتة تارسل واربعتاشر فالنجز ده تقريبا كده كسة حسة النهاردة وبكده تقريبا بنكون اتمينا حسابات العظم كلها وفي تريكس ونوتس هنعمل حسابات ليه المية ستة وعشرين خلصوا بيتمثلوا في تلاتين فوق يمين تلاتين فوق شمال تلاتين تحت يمين تلاتين تحت شمال كل اطرافنا بتلاتينات ادي مية وعشرين عندي اربع عظمات في الحزام بتاع الكتف اتنين سكابل اتنين كلافك اللي عندي عظمتين بس في الحوض اتنين بلفك جوردلز او تو هافز وبكده يبقى توتل مية ستة وعشرين عاش يا بطل هاسيبك في بريك خفيف وارجع معاك في الريكاب تعال نبص على الانيميشن ونعيش بقى زي ما قلت لك جوه العظم ونراجع مراجع سريعة كده مع بعض واسيبك واحدة واحدة ما تقلقش انا معاك كلنا في ظهرك احنا معاك يمين الشمال هتزبط البايو البايو تافه جدا 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 تافه مش مستهل اي حاجة خلص زي ما انت شايف بالعكس انت لو فاهم وحافز كمان كويس وبتكتب معاني وتستلاقي الدنيا حلوة قوي قوي عاش يا بطل في حلقة جديدة هشوفك بالتوفيق هتوحشني بس انت مش بقيد عني انت عارف ان التين بتاعي معاك وانا نفسي معاك شخصيا بنمريت البرايبت يلا اشوفك بحصة جديدة سلام انا وسلم بيكو داكاترة وفريكاب سريع ومتعة جديدة وتعالى نعيش البيولوجي بشكل مميز زي ما اتفقنا مع بعض طبعا دلوقتي احنا نتكلم مع ايه هنبتدي نمسك من فوق لتحت وزي ما اتفقنا اول حاجة حزام الكتف بص معاك كده البكترال جيردل او الشولدر بول زي ما اتشايف عندي كم عظم اربعة دي واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما قلتلك من وراء دورسل بص المنظر من وراء دورسل عندي مين وراء الاسكابولة هي من وراء ايه زي ما اتشايف ايه دايما وراء ودايما بتكون تريانجلر بول زي ما اتشايف بالمنظر ده واتفقنا مع بعض الانر بيكون جوه هي برود والاوتر بيكون واتفقنا ان الشولدر بليب بتاعتنا فيها حاجة اسمها ايه ايه ايوه الجيز الصغيرة اللي هي الاسيتابيو ايه اللي هي انا اسف الجلونويد كافتي ولو هتبص من قدام في عظمة الجمال اللي هي مين الكلافيكل والكلافيكل من قدام شبكة في السترنم وعلى الجناب مع البروسيس بتاعت مين الاسكابولة زي ما انتشايف اولا وانا بصص من فوق اهو ادي الكلافيكل اللي قدام واده من وراء الاسكابولة وهم اللي تيمتصلين على الجناب معه زي ما انتشايف البروسيس بتاعتي عند حضرتك طبعا تعالى بص معايا انزل بقى بره عن البيكتر الجردل هتلاقي عندك مين هاوريو وادية هي اول واحدة منهم وهي الهيومر ازاي ما انتشايف والهيومر ازاي ما احنا قلنا تعتبر بالنسبة لي هي اللي تعتبر اكبر عظمة موجودة في الدراع وهي الابر من فوق قلنا في مسكة في الجيز الصغيرة اللي هي جلونويد كافتي مع الاسكابولة ومن تحت دايما عندها inner projections اللي قاعد فيها مين الله يفتح عليك في الكافتي اوف قلنا عندي طب انا يا دكتور مش متخيلها بص كده معايا ادي يا باشا الهيومرس اهي مين عنده كافتي الهيومرس اعدف مين اعدف القلنا وقلنا عند حضرتك القلنا بتكون fixed امال مين ال rotating radius اللي بيلف حوالين القلنا ده اسمه ايه اللي في الصورة ده ده اسمه ال elbow joint بص ادي اهو الهيومرس بالinner projection ادي القلنا باليوب بتاعتها الكافتي وادي ال radius بتاعي زي ما قلنا مين بيلف ال radius بيلف والقلنا ثابت طب لو جينا بقى عند حضرتك يا دكتور ننزل لتحت بص مين تحت عند حضرتك ايوة ال radius مكمل مع مين مع الرست والرست تمانية على صفين اربعة فوق واربعة تحت زي ما اتفقنا مع بعض ادي هو ال radius بالنسبالي وال radius عندي متصل بتلاتة من اربعة ادي واحد اتنين تلاتة زي ما انت شايف قدام حضرتك او تاني ادي ال radius هو واحد اتنين تلاتة طب لما اجي بص عند حضرتك دايما الصف العلوي مع ال radius والصف الصفلي مع مين ايوة مع الميتة كاربلز الخمسة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واخيرا يجي الفالنجز وما تنساش الصمب اللي هو باتنين ودوت دايما مع الرجز الايه الروتيتنج طيب انزل بقى معايا من فوق لتحت حلو ايه تحت الحوض دي صورة البلفس الحوض كله والحوض اربع اضماء نصين عند حضرك زي ما اتفقنا مع بعض كل نص منهم ايدنتيكال او تو هافز اللي هما البلفك جردلز عندك طبعا زي ما انت شايف السكرم والكوكيكس هيت عندي قلتلك خلي بالك التوبل في الجردلز عندي من قدام من قدام بي من قدام متصيم من قدام بالبيوبك ايه اهي سامسس عند حضرتك زي ما انت شايف اهي طب لما تيجي على كل نص اتفقنا تلات عطمات مسكين في بعض ايليم اسكيم بيوبكس افتكر كده الاي من وراء اي 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 اهي ادي الاي اللي وراء الايليم عند حضرتك اهيات اللي وراء بص بقى مين من قدام حرف الفي باشا اهو واهو الاتنين دول الفي بتوعي اللي هما مين البيوبكس والاسكيم ما احنا قلنا بس من قدام البي والاس عند حضرتك او بيوبكس والاسكيم عندي بس اتفقنا مين انتيرو مين بستيريور البيوبس البيبي من قده البيوبس بيكون انتيري والاسكام بيكون بوستيري طبعا بص بقى عندك فيه تجويف مهم جدا بين الاليام والبيوبس والاسكام اسمه ايه خليك اسي من تحت الاسيتابيولم عندي اللي بيقعد فيه عظمة الفاغد الفيومر عند حضرتك شوف لي بقى عظمة الفاغد كده وحلوتها الفيومر من فوق اسي الاسيتابيولم من تحت بص بقى من تحت احنا اتفقنا من تحت عند حضرتك هما تو بروسس ارتكوليت واذا ايه واذا شانك ما فيش هما عظمتين على بعض عند حضرتك طب لما تيجي تحكي معايا في ان اتفقنا اتفاق انا عندي الفاغد الفيومر على التبية التخينة ومحمية بالباتلة الصغير اهو ادي يا بشر رجب ادي مين اللي فوق الفيومر اللي هي الفاغد ادي مين تحت التبية التخينة مين دي الصغيرة الباتلة بتاعت الصغيرة عندي طبعا الفيبلة برا اللعبة دي وزا ما اتفقنا يوم التف التف البرا التي جوه والف البرا التبية تخينة جوه والفيبلة الرفيعة لبرا طب لو حبيت انزل لي تحت هتقول لي تحت اه الفوت اول حاجة ايه الانكل بص الانكل تحت تحت تارسل سبعة بص السبعة اهو متى عند حضرتك اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بص اهي سبعة عن ساعة بس مين اكبرهم الكالكينيوم الكعب عندي بعدهم بص بقى دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اللي احنا بنقول عليهم مين الكيرفت بونز اللي بيعملوا يعتبر الانحناء بتاع القدم ودوة الميتة تارسل واخر حاجة زي ما احنا اتفقنا وهما الفالنجز العقل برضه 14 بس بص بقى المرة دي فيه بيج تو متنسهوش اهوة عند حضرتك ده البيج تو بتاعي وده بيكون لجوة مش لبرة زي ما اتفقنا وبكده بننهي حلقتنا بالتوفيق اي داكاترا واشوفكو في حلقة جديدة ورجع نالك اي داكاترا وفي ركاب سريع تعالى نلم الابنديكولر سكيليتون المية ستة وعشرين عظمة او الابنديكولر واللوار بينا يلا بينا سريعا الخمس داك بتاعتنا تعالى نتكلم على الابنديكولر سكيليتون انا باتكلم على حاكتين ايوه الشولدرز او الكتاف بيه اللي فوق الفور لامس او الابر لامس دول كم يا دكتور مين افكرك عظمتين كتف يمين وعظمتين كتف يشمال ادي كده اربعة وتلاتين وتلاتين يبقى التوتل اربعة وستين تعالى نشتغل سريعا كده نفتكر اهو انا عندي الكتف بتاعي كان حاكتين ايوه فاكرهم الاسكابيلا دورسل عند الظهر الاسكابولة اللي كانت وارا ومن قدام عند وقلنا البنت جمال البنت منين ابص على البنت منين من قدام ولا من ورا من قدام البيوتي بول فكانت القصة كان لقاتي ان الاسكابيلا بتاعتي كانت عند الظهر دورسل والكلافكال من قدام فانترل طب استنى قبلوا بعضهم الاتنين ازاي ايوه الكلافكال اللي قدام قبلت الاسكابيلا اللي ورا على الجنب ايوه لاترلي عند حضرتك زي ما اتفقنا مع بعض واتفقنا في الاسكابيلا بتاعتنا في قصة مهمة فتكر كده معي اهو قلنا اللي اسكابيلا اولا triangular ball inner broad outer pointed بالمنزر ده inner broad والouter pointed واتفقنا مع بعض عند حضرتك ان دايما الاوطر في مين ايوه اي جي الصغيرة اي جي الصغيرة دي يا مستر ايوه اللي بيقعد فيها الهيد من الهيومرس طب ولما جينا على الكلافكال قلت دي عنها ايه long thin bone طويلة ورفيعة من قدام ومسكة في مين من قدام مع الاسترنم مع الاسترنم وعش كده قلنا الاسترنم فيه كم عظمة ماسكة فيه اتنين وعشرين عظم طب خلصنا من القصة بتاعت الكتف والحزام بتاعت الكتف اتنين يمين اتنين شمال نصين ما لهمش علاقة ببعض انا ممكن احرك ده الواحده وده الواحده ايوه وده اللي اتفقنا فيه عندي الكلافكال من قدام والاسكابولة اسكابولة من وره وممسكين مع بعض من الجنابلاتر طب ولما نزلنا للدراع في حاجة اسمها upper arm وحاجة اسمها lower arm اتفقنا مع بعض اتفاق how are you h r u القصة كانت بسيطة ان الهيومرس بتاعتي الهب بتاعتها ايوه كانت بيتة في مين في الجيس صغيرة بتاعت الاسكابولة فظهر جوينت مهم جدا هنا اسمه shoulder joint وده عبارة عن حاجتين humorous والاسكابولة بتاعتي طب ولما بصينا من تحت ايه ده ايه ده لقينا فيه حاجة اسمها ايه inner projection ايوه inner projection بروز داخلية وهنا الهيومرس inner projection بروز الداخلية بازابيز الصغيرة بانت في الايه ايوه باتت في القلنة الكبيرة في الكافيتة بتاع القلنة الكبيرة واتفقنا القلنة الكبيرة انتي fixed ولا rotating انا fixed سابتة ومن بروتات حواليها ايوه المية وتمانين درجة هو مين ال radius اللي دايما برها ايوه هدي الفكرة واتفقنا ال radius من فوق سابت مع القلنة مع الهيومرس فزهر جوينت مهم جدا اسمه الالبو جوينت وده عبارة عن هيومرس ريديس وإيه وقلنة عند حضرت طب ومن تحت ثابت في القلنة قال ليه لا بيلف بيلف على القلنة وده مسك في مين أيوة دي مين الرست والرست ثمان عضمة ثمانية كاربل أربعة فوق وأربعة تحت والأربعة اللي فوق مسكين في مين في الرديس والأربعة اللي تحت مسكين في مين في البالم كف الإيد والبالم خمس عضلات وأخيرا الفالنجس كل أسبوع بتلعة عقل مع ده واحد أيوة الصمب اللي دايما لبرة مع الرديس يبقى فكرة بسيطة جدا سهلا خلصت القصة القصة عندك إيه؟ أنا عندي الإسكابيلة في الظهر دورس والكلافكال من قدام فينترل ومسكين في بعض لاترل ولو نزلت على هاوريو حراسي هاوريو من فوق الهد تجي الصغيرة الجليناية هاوريو ومن تحت البزابيز الصغيرة لمن هانين الو الانة الكبيرة اللي فكسد الانة الكبيرة سابتة ومين بيروتت عليها الريديس حط الهيومرس مع الريديس مع الان كلهم مع بعض مسكين في بعض نظهر القلب وجوي طب والريديس بيكمل معي بالريست عند حضرتك والاربع عند حركة عضمات اللي فوق بتوع الرس مسكين في اخر ريديس والاربع لتحت مسكين في البال واخير هم الفالنجس طب الدنيا سهلة طب لو انا بصيت لتحت هلاقيه لتحت عند حضرتك قال لي بص تعالى نبص بقى تحت انا تحت باتكلم في ده بقى كام الحوض او عندي حزام الحوض الحوض نفسه اربع عضمات واحدة يمين واحدة شمال وسكرم وكوككس يبقى كده اربع لكن حزام الحوض نفسه نصين نص يمين نص يمين نص وان الصين دول بيقابلوا بعض اه من قدام عند بي بي البي بي من قدام بيوبكس اه بيوبكس البي بي من قدام البي بي سامس فالنصين بيقابلوا بعض الحزام بيقابل كل نص من الحزان بيقابلوا بعض على عكس اللي فوق عشان كده الحوض هزا يمين هزا شمال دايما مع بعضه بيقابلوا بعض مش مفكوكين عن بعض ومن وراء مسك في الساكرم فالقصة كانت في كده البلفس نفسه أربع عظمات اللي هما مين نص يمين نص شمال ووحدة ساكرم والكوكيكس بتاعي لكن هو نفسه كل نص فيه عند حضرتك ملحوم من قدام عند حضرتك وهنا في منطقة اسمها ايه ايوة البيوبيك زي ما اتفقنا مع بعض طب حلوة قوي وزي ما اتفقنا من قدام طب نكمل نكمل القصة اللي خلي بالك من حاجة كل نص عبارة عن ايه تلات عظمات كل نص بتلات عظمات ايه هما اليا واسكيام وبيوبيك احفظهم ازاي فكرني كده قلت لك جملة مهمة جدا في الركابات والشرح اي اي من ورا بس ببي من قدام هو مين ال اي اي اللي من ورا ايوة الاليام من ورا هو اللي من ورا الاليام يا عني الاليام من ورا دورسل عند حضرتك بس البي والاي اس بس ببي من قدام مين بس البيوبيس والاسكيام هما الاتنين من قدام بس خلي بالك في واحد سبق تاني مين البيبي البيوبيك يعتبر بالنسبة لي انتيريور والاسكيام بوستيريور يبقى تاني كده مع بعض سريعا في الرشدة بتاعتنا حكايتنا بسيطة جدا تعالوا نقولها تاني نقولها الحب بتاعنا اربع عظمات نص يمين نص شمال بيقابلوا بعض من قدام في البيبي البيوبيك سامس ومن وراء الساكرام ولكوكيكس ولو هتاخذ النص الواحد النص ده في تلات عظمات اليم واسكيام وبيوبيس قبلوا بعض مع بعض قلنا اي اي من وراء الالييم من وراء ومين قدام بس البيابي من قدام مين بس البيوبيس والاسكيام فلص بس مين سابق البيبي اللي سابق هو اللي قدام البيوبيس انتيريور والاسكيام لكن الاتنين طب لما نيجي نبص عندي وننزل تحت بيقولك ايه انا عندي حاجة اسمها الفيومر وقلتلك قصة او منزل تحت تف تي اف اف ويوم ما تف اكبر اف الفيومر يا مستر ده عظمة الفغ اطول عظمة والفيومر عند حضرتك زي ما اتفقنا مع بعض اه اتفقنا على ايه ان من فوق الهب بتاعت الفيومر اعدف ايه ايوه خليك اسي من تحت اسيتابيولم تجويف عميق وعشان كده نقولك كسر حقك ده اسمه التجويف الحق عندي مفيش حاجة اسمها فاغدية تتخلع تتكسر فانا عندي خليك اسي من تحت اسي من تحت او الاسيتابيولم فعندي مفصل مهم جدا اسمه الهب جوينت وده عبارة عن حاكتين مع بعض عندي البلفج جردل مع الفيومر عندي طب ولو نزلت التحت هلاقي التحت هلاقين البروجيكشن بزا بزس هنقلك لا هلاقي تو بروسس تو ii ارتكليت وزا شانك الاصبه وهنا هم الفيومر على التبية ومضغطية بالبتلة فيظهر الني جوينت والني جوينت تلات حاجات ايه هم اول حاجة الفيومر البتلة التبية عند حضر طب تبصي لي عشان كمان يسأل هيلك خلصنا اكبر اف اللي هي الفيومر قلت لك يوم التف تف لبرة الفيبلة لبرة والتبية لجوة عند حضر التبية الكبيرة جوة والفيبلة الصغيرة لبرة عند طب لما انزل تحت للرجل هلاقي ايه في الرجل عند حضرتك بص الفكرة بتاعتها ببساطة جديدة اهو لقيت ايه لقيت حاجة اسمها الانكل ايه يا انكل بتقولي ايه انا تحت هلاقي ايه تارسل انا تحت هلاقي ايه تارسل كم تارسل يعني سيفن تارسل واكبر تارسل وراء ايه كالكينيوم او الهيل الكعب و بعد كده مشت الرجل خمسة ميتة تارسل وتنتهي في الاخر بالبيكتو ابو اتنين فالينجز والبيكتو فين جوة يبقى القصة تانية سريعا لما حب اعمل ريكاب تانية هو على الجزء السوفلي بسيطة الحوض اربع حاجات نص يمين و نص شمال بيقابلوا بعض من قدام عندي البيبي البيوبكسامسس و من وراء مسكن في الساكرام و تحتو الكوككس ولها هنتكلم على كل نص ايليم اسكن بيوبوس اي 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 الاي من وراء الايليم من وراء بس بيبي من قدام مين بس البيوبوس والاسكن بس خلي بالك ايه البيبي قدام البيوبوس انتيرو والاسكن فشتيرو ولها تتكلم على تف من بره اكبر اف الفيومر والهيت بتاعتها خليك اسي من تحت في الاسيتابيولم عميكة والتو بروسيس بتاعتها ارتكليت و ازا شانك مفيش حاجة بايتة فيها وهنا اتفقنا يظهر اني جوين الايه تيبيا ايوة اي سوري تيبيا وفيومر وباتلة من بره واتفقنا مع بعض لو نزلت على تف الاف من بره الفيومر من بره الصغيره والتيبيا جوه كبيره ولو نزلت التحت تارسل هم سبعة من زي كاربل التمانية و اكبر واحد وره ايوة في الانكل اللي هو الهيل ومشت رجلي بخمسة وكورفت عشان فلات فوت عشان ما تبقاش ماشي زال بطريك واخر حاجة الصوابع التو كل تو بتالتة فلنشت معادل بيك تو اتنين وبكده خلصت العظم وقصته ورحلته سهلة توتا توتا خلصت الحدو اشوفك في رحلة جديدة باي